اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام نجدد الترحيب بكم ونرجو ان تكونوا راضين عن برامجنا نذكركم بالمنهج المعتمد في جميع برامج قناة المستقلة وبوجه خاص في البرامج الحوارية والاخبارية والثقافية والتاريخية والوثائقية نلتزم في جميع برامجنا بالحياد والموضعية ونطلب من ذيوف برامجنا ومن المشاهدين المتصلين ببرامجنا الحوارية عبر الهاتف نطلب منهم جميعا وبقوة تجنب التجريح في الاشخاص والهيئات والشعوب والاديان والاعراق برامجنا منبر حر للحوار الحر والموضعي بين الافكار والاراء وليس لتبادل اتهامات والشتائم والثلب ونأمل أن تسهم الحوارات الحرة والموضعية في برامجنا نأمل أن تسهم في ترويج ونشر ثقافة التجديد والتسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف برامجنا تكفل حرية التعبير وتحتفي بتعدد الاجتهادات وتكفل حق رد لمن يطلبه دون تعقيد أو مماطلة أو تأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيها المشاهدون الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى برنامج الحوار الصريح بعد الترويح في عامه العاشر قيل لي أن بعض المنتقدين برنامج يقولون لماذا البرنامج في هذا العام لماذا البرنامج في رمضان وربما بعضهم هذا يدل على أن هناك البعض ليس على علم بأن البرنامج يدخل في رمضان 1432 هجرية 2011 ميلادية عامه العاشر ليس له علاقة بأي حدث جديد في الساحة هو برنامج قديم يبث كل عام في رمضان منذ عشر سنوات ومنهج هذه الحلقة هو المنهج المعتمد في سائل حلقات البرنامج وهو المنهج الذي أذيع قبل انطلاق اللحن المميز لهذا البرنامج مباشرة قبل انطلاق شارت البرنامج مباشرة المنهج المعتمد هو المنهج الذي تمت أذيعته قبل جنريك البرنامج ضيوفي هذا العام السيد نبيل الحيدري وهو كاتب وباحث عراقي في الدراسات الدينية والشيعية يحاضر منذ ثلاثين عاما في مؤسسات والمراكز الثقافية الدينية وغير الدينية والجامعات والكليات كما يقول وهو من عائلة الحيدري عائلة هاشيمية مشهورة في العراق ومع أن الدكتور جلال الدين محمد صالح وهو كاتب أستاذ جامعي من إيرتريا في شرق أفريقيا يدرس في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تخصص العدالة الجنائية هو معنا في الصيف رمضان لهذا البرنامج لأغراض أخرى عائلية وللبرنامج هكذا يكون الكلام دقيق ومعنا السيد الدكتور سعد الرفيعي وهو من عائلة أيضا مشهورة في العراق عائلة كانت تشرف على مرقد الإمام علي من مئات السنين لحد 2003 لحد الغزو الأمريكي العراق حيث نزعت هذه الخدمة أو هذه المهنة هذا العمل نزع منهم وأعطي سلم لجهات أخرى الدكتور الثامر الميالي في قوم هو أحد الضيوف المشاركين يشاركه يوما وحينا لا يشاركنا ما سنتصل به ودكتور محمد التجاني السماوي بدأ الحلقات معنا واليوم قال يا أحد الإخوان قبل أن ندخل البرنامج أنه هاجم البرنامج في قناة أخرى الله أعلم ما متأكد أنا ما شفته إنما على كل حال مهما فعل الدكتور التجاني وهاجم فأنا مسامحه في كل هجوم يعملوا على البرنامج وأرجو بما بقيت الضيوف أن يسمحوها أيضا ونقول له إذا يسمعنا إحنا مسامحي بس المناظرة لا زالت أنا أدعو إلى المناظرة حول كتبه لا زالت وبإمكانك أن تدعوه إلى لندن لأن دعوته للمناظرة لإثبات مصداقية كتبه هل أنه صادق أم أنه استعمل الكذب والدجل والتدليس على كل حال هو يسمعك آملا ونقول له يعني يا ستجاني مرحبا بيك معنا كثير من الإخوان يقولون لي أنت كيف ترحب بالدكتور التجاني وهو قال ما قال في صحابة وقال ما قال فيك وكيف تقول أنا متصدق بعرضي للتجاني في بعض الإخوان يريدون أن يلزموني بمنهجهم في التعامل مع البشر بيكتبوني رسالة يجتموني فيها شتيمة مقضعة كيف قبلت وتحملت من التجاني والدكتور سعد الرفيعي قال لا في الصحابة وكذا يا أخوان أنتوا أحرار في آراكم إنما لا يمكن أن تنزموني بمنهجكم أنتم في الحياة أنا هذا منهجي أنا منهجي أن أدفع بالتي هي أحسن وأن أرد السيئة بالحسنة وأن أتحمل الرأي المخالف مهما كان شديدا هذا هو منهجي لا تجيروني الله يرحم والديكم ويبارك فيكم على أن أتبنى منهجكم فيه متصل ما أسميه يكون يسمعني قال لي ليش ما تدعو على بعض الضيوف وقال ليش أنا إذا كان حدوح أقول الله هم مهدهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ذكر في ثقيف ولما بعد حصار الطائف بعد حنين بفترة شهر وماء مشاء الحصار فواحد قالوا يا رسول الله أدعو عليهم على هل ثقيف قال الله هم مهدي ثقيفا وأتي بهم أو دعاء علي لمن حاربهم الدعاء لهم بأن يغفر لهم وأن يهديهم آه فلذلك قلتوا يا أخي ما تلزمني بمنهجك فنحن هنا منهج أنا ماشي رافع راية المحبة إن شاء الله والتسامح هذه تحتاج صبر ويحتاج مثابرة إن شاء الله يكون خير مما يشجعني على المنجة هذا الرسالة الكثيرة الأخرى التي تأتي منها رسالة الأخ مثنى آل جعفر الزكي الهاشمي يقول لي سلام لك من العراق وأهله الطيبين المحبين لأهل البيت والصحابة الكرام ولضيوفك نود أن نثبت شكرا لك على إدارتك حلقات برنامج الحوار الصريح بعد الترويح ونهنيك على ساعة صدرك وساعة علمك وصبرك برك الله في كلام طيب يعني في هذا الموضوع الذي يضرب به المثل لتحملك مراوغات بعض المشاركين بل قفزاتهم من موقف إلى آخر مناقض لسابقه بل إن هؤلاء البعض لا يكادون يثبتون على موقف أو كلمة يقولونها لأكثر من خمس دقائق وهذا ليس غريبا على من يعتمد القصص وبعض الخرافات لكي يبني عليها نظرية أو معتقدا يقوم عليه أو عليها دينه كله أحببت أن أبدي وجهة نظري ببعض ما كان في برنامجك الرائع ولكون البرنامج رائع ويطرق على موضوع مهم يوشك أن ينهار من أساسه فيحاول الآخرون جاهدين التشبث بأي قشة عسى أن تنفعهم أو على الأقل يخدوا عنفسهم ليقولوا إن أفكارهم صحيحة ويمكن أن تدوم وتقوم ولكن سبحان الله كل يوم يتضح أن هذه الأفكار تنسف نفسها بنفسها في كل الحلقات الخمسة الأخيرة لم يستطع مؤيدوا قول الكلين في تكفير الصحابة من الإتاء بدليل واحد صحيح لا يحتمل الشك عن سيدنا علي وأيد هذه المقولة ولن يجدوا أبدا ولكن هيهات أن ينصعوا للحق الأبلش لكن على فرض أنهم أقنعوا عنفسهم بصدق هذه المقولة وعللوا النفس بها فليعلموا أنها تدينوا أولا سيدنا علي وأبناءه كيف يمكن لعلي بن أبي طالب أن يزوج ابنته أم كلثوم لمن هدم الإسلام عمر بن الخطأ على حد قولهما ليست هذه نقيصة وإساءة كبيرة بحق صيدنا علي يزوج ابنته لمرتد أو خارج عن الدين والسنة النبوية ومغير لشرع الله كما قال التجاني هل في هذه المسألة يمكن أن يبرر لنا أنها تقية تصرف بها علي بن أبي طالب أعتقد أنهم سوف يبررون ويتميلون أمام هذه الحادثة أو يحايلون لي أعناق الكلمات عسى أن يخرجوا من هذا المأزق بالسلام ولكن لا أظن سلام للسيد نبي الحيدري وعسى أن يخطو أكثر إلى الحق وسلامنا وتحييتنا لكم فاضر الدكتور جلال الدين محمد صالح واعلموا أن برنامجكم له صدى واسع وكبير وعسى الله أن ينفع به المسلمين جميعا للوصول إلى الحق وللكلام بقية لكن يجب أن نلمح لبعض الأشياء في رسالة أخرى من قاسم يقول من خطبة له عليه السلام أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أي بالخلافة أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فإن شغب شاغب استعتب فإن أبا قوتل يسأل يقول لو كان هناك نص من الله ورسوله على الإمامة لما قال علي عليه السلام مثل هذا الكلام لأن الله قد عينه وأولاده من قبل كما يدعي المدعون بالنصوص الإلهية هل يمكن لأحد أن يقول إن أحق الناس بالنبوة من يكون كذا وكذا ثم يواصل سيدنا علي يقول ولعمري لإن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على من غاض عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار الأخ الكريم مرزوق المرزوق يقول لي يدعي الميالي يقول لأخي يدعي الدكتور الميالي أن المرتدين كان منهم من خرج مطالبا بإمامة علي وهؤلاء يقوتلوا من ضمن من منع الزكاة كيف يستقيم هذا وهم يرون رواية عن سيدنا علي هذا رواه التجاني أنه لو وجد أربعين شخصا معه لقاتل لكنه ظن بآل بيته عن الموت كيف يستقيم هذا وما قاله الميالي هل لم يكن يعلم بهم؟ أو كان يعلم؟ لا هل لم يكن يعلم بهم وهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن؟ بعث لي الأخي أبو عبدالله من مصري قل يا أخي الكريم الأستاذ محمد الهاشمي أنا من أحفاد الشيخ عبدالسلام بمشيش حفيد الحسن بن علي رضي الله عنهم وأرضاه مجمعين أعيش في مدينة لقصر بصعيد مصر وسط عائلة كبيرة جدا من أشراف آل البيت رضي الله عنهم وأرضاه كل يوم أشاهد برنامجكم الرائع الحوار الصريح وكل يوم يمتلأ قلبي حزنا على ما نحن فيه عليه في أمتنا الإسلامية كنت أسمع أن هناك أناس يقومون بالتعدي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعد مشاهدة برنامجكم الجميل بدأت واتطلع على بعض ما يقولونه بعض ما يقول هؤلاء الناس الذين يؤذون علي رضي الله عنه قبل أن يؤذوا أي إنسان آخر لأنهم بكلامهم هذا يجعلون سيدنا علي رضي الله عنه ضعيفا ويحتاج إلى من يدافع عنه حاشا لله علي بن نبي طالب أقوى من أن يدافع عنه أحد فهو أول فداء في الإسلام وهو الذي ضحى بنفسه ونام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم لينتصر الإسلام أما عن تحريف الكوليني للقرآن الكريم ليثبت أن سيدنا علي بالولاية أو أولى بالولاية هذا الرجل يتجنى على الله وعلى القرآن الكريم فكيف لا يتجنى على الصحابة لا غرابة في ذلك أخي الهاشمي وإليك بعض من كتاب الكوليني بعث لي سورة الغلاف وبعث لي صور مصورة من الكتاب يقول منها رواية إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية سبعة عشر ألف آية سبعة عشر ألف آية بخلاف الستلاف طبعا هذه المجدد مو رواية وروايتين وثلاثة عندنا مئات الروايات موجودة في الكتب الأربعة تتحدث عن تحريف القرآن هذه واحدة منها نعم وقال ويروي رواية أنه ربنا قال في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا الولد ووالد ومالد قال أمروين وما ولد من الأئمة تقريبا عندنا ألفين ومئاتين رواية في التحريف المهم الأخ المصري هذا الذي يشوف في البرنامج اتصل وقال لي أن الكافر الذي أشرتم إليه ليس غريبا أن يقول بعث لي روايات كثيرة قال لي مثلا في آية تقولي أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فأمنوا خير لكم وأن تكفروا في ولاية علي فإن الله ما في السماوات وما في الأرض هذه حاجات ذكرها الأخ الكريم من مصر ذكرت بس تفاعلا يعني معه الأخ الكريم أيمن مصطفى يقول إن الإمام علي قال في الخطبة رقم 148 جزء 2 صفحة 53 نهج البلاغة وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده ولا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه وهذا دليل أن من أنكر الإمام يستوجب دخول النار كما قال الرسول من لم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلي ومن خطبة له عليه السلام تعرف بالقاصعة طرح الحديث مر بنا نقاش والحديث في المسلم وفي البخاري من خلع يدا من طاعة من خرج من طاعة من تمرد على حكومة خرج على إمام عند أهل السنة عند البخاري مسلم في روايات أخرى عند الإخوة الشيعة بهذا المعنى إنما عند مسلم وبخاري من خرج عن الجماعة في خطبة أخرى يد دكتور جلال هذه همك للإمام علي تعرف بالقاصعة خطبة 187 يقول في آخر الخطبة ألا وقد قطعتم قيد الإسلام وعطلتم حدوده وأمتم أحكامه ألا وقد أمرني الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرض فأما الناكثون فقد قطلت وأما القاسطون فقد جاهد وأما المالقة فقد دوخت ولا دوحت وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيها وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد قرن الله به من لدن إن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل وحي عليه فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان أيس من عباداته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير إلى آخر الخطبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أحد الإخوان بعض التي سأله بس كثرت علي الرسالة ما جرتها معي هنا يقول لي والله العظيم إن برنامجكم هذا أحسن برنامج في التاريخ وفي الفضائيات وعندكم مشكلة واحدة أن برنامجكم سريع جدا ساعتين فقط ومطلوب أن تعملوا أربع أو خمس ساعات رضي الله عنكم واربع أو خمس ساعات يعني صهر الناس نفوت الصحور علينا وعلى الشعب العربي اليوم مشاهدي الكرام سأعطي فرصة لكم بإذن الله يعني شوية في الفاكسات شوية في المداخلات إنما نحن الحوارنا مستمر أمس كانت نقطة رئيسية في الكلام مع الأخ ثامر الميالي اللي أطرح نبدأ بها الحوار على الضيوف نحن نحن نحب نركز في نقطة على الشاشة علي بن نبي طالب قال أنا الخليفة المعصوم لا ما قالش قريت بعض النصوص من المشاهدين ومنكم أنتم قلتوا اليوم هل قال علي رضي الله عنه إنه إمام معصوم باختيار من ربه ولماذا إذا قال صح لم يحتج به على أنصاره الذين تمردوا عليه حالي دلوقتي سنركز على أنصار لأن أنصار كانوا معاه في صفه الحجة تبان هنا طبعا الأخ ساعد مثلا يحب يثبت أن الإمام علي قال أنا إمام معصوم فالقوة هو أنه إذا أجاب على الأسئلة الصعبة لتواجه الموضوع البارح الأخ ثامر قال لي قرى لي الرحبة فبارسل لي الشيخ أبو زيد عبد القوي من شيخ الصوفية في اليمن قال لي هذه الرواية ليست في نهج البلاغ طبعا لا توجد في نهج البلاغ قال لي البارح الأخ ثامر تسألته عدة موات فقال نجح أنا حقيقة واجعت كل نهج البلاغ لا لا بعث لي الشيخ زيد بس أنا ما انتبهت ببارح هو بعث لي أثناء الحلقة بالأسماس لا 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 قال لي ليست في نهج البلاغة فالشيخ ثامر وانت تسمعني والدكتور سعد أو طبعا ولاخ نبيل ولاخ جلال نحن أسوانا الأساس إذا هو يرى نسو إمام ما لازم نجيب للحاجة الصعبة يعني كانوا الأخ سعد يحب يثبت فلازم نعطيه أصعب سؤال ممكن حتى يثبت الموضوع إذا هو أنا يقول لنا الإمام ونا المعصوم ليش الناس اللي قاتلوا معاه يقتل منهم آلاف في النهروان وعنده خطاب طويل في نهج البلاغة يدعوهم إلى أن يكفوا عن تكفير أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليش ما قال لهم ألا تعلمون أنني الخليفة المعصوم اللي ربنا اختارني لكم برحمته ولطفه بالعالم كله وهم يعرفون هذا كيف يجرؤون على أن يخرجوا عليه أصلا هذا هو السؤال اللي نحب نكمل فيه شوية اليوم نعطي جولة لكل الضيوف يتحدثون فيه ثم نعطي شوية تليفونات أشياء الناس يعلقوا على اليوم الماضي لأنه نستنى هذه يعني ظلمنا الجمهور إذا تشكوا لي كنتم في الستوديو خلنذه بالدكتور ثامر لأنه قالوا لي حصلوا على التليفون هو دائما يشتكي أنه دائما أتي آخر واحد خلنبدل مع الدكتور ثامر الميالي وأرجو منه تكرما ولطفا بأخلاقه الجميلة الباهية أن يجيب على سؤالي رضي الله عنه وحتى إن لم يجب فلن يقاطعه بكلمة ولا بسؤال أيضا سؤال سابق أنه هو ذكر مراوا أنه فقط أطمعش أو تدو إلا أطمعش ما ذكرنا المصدر إلى الآن طيب يعني ذكرناه عدة مراهات فضلنا يا شيخ ثامر حالو نسمعك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الردس وطهرهم تطغيرا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام أحضر الله أنا في مثل هذه الليلة أعزي نفسي أولا وأعزي الإنسانية ثانيا بذكرى شهادة أمير المؤمنين ومولى المؤحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وأول من جاهد بين يديه وحامل شرعه وناصر أمته وحافظ دينه أخو الرسول زوج البتول أبو السبطين وأنا لي أن أعرف تلك الشخصية العظيمة المجاهدة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله بكل ثناء جميل وبكل قول جليل أنا لي أن أعرف ذلك ولكن أحببت أن أكون مشاركا في الدفاع عن تلك المظلومية التي نالت وارث النبيين وسيد الصديقين وأول من آمن برسول رب العالمين علي بن أبي طالب الإمام المظلوم المعتدى عليه المنتهك حقه المقتول ظلما وعدوانا في بيت الله في بيت من بيوت الله فيه مجموعة من من يدعون التوحيد لم يدفعوا عنه ضيما في حياته ولم يقف الكثير منهم لنصرته مظلوميته بعد وفاته وما يؤسفني أن يكون هناك ممن يدعي أنه من ذرية علي بن أبي طالب ولا يعرف عن علي بن أبي طالب شيئا أو يقف مع القاتليه ومن من لعنوه سبعون أكثر من سبعين عاما ومع من ظلمه ومع من من اعتدى عليه إمام الهدى ونور أبصار الوراء وأول من آمن بالرسول ولم يوجد لحد من الصحابة بل لا يوجد له بالإنسانية شبه ولا نظير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أراد أن يعرف علي بن أبي طالب فليقرأه من قول الرسول علي أعدلكم علي أعلمكم علي أشجعكم علي أفضلكم فالفضل لعلي والفضل مع علي والفضل لآل علي ومن شاء فليقل ما شاء ومن أراد أن يستر الشمس بغربيل فليضع راحته بوجه نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الحاقدون ولو كره المضرون ولو كره أحد أعدائك يا مولاي يا علي بن أبي طالب يا إمام الهدى ونور أبصار الورى فسلام عليك يوم ولد ويوم استشهد ويوم تبعث حيا تحتج على أعدائك وناصري ظالميك ومبغضيك ولاعنيك الذين لعنهم الله في محكم كتابه ولعنهم رسوله صلى الله عليه وآله وقال ما آمن بي من كفر بك وحربك حربي وسلمك سلمي فنحن يا مولاي لك سلم ولأعدائك حرب إن شاء الله أسأل الله أن يثبتنا بالقول أن يثبتنا بالقول السابت في الحياة الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة طيب شكرا يا أخي الدكتور الثامن شكرا يا أخي الدكتور الثامن شكرا يا أخي الدكتور الثامن انتهى وقتك انتهى وقتك وأسأل الله أن يهديك لأن تجتمع مع الناس على حب الله وعلى ذكر الله وأن يهديك لتقرأ قول الله تعالى في سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ مش هيد إلى عزة وليس إلى بشر من البشر ولا إلى محمد وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وأحب أيها الأخوة الأعزاء أن أذكر أخي العزيز الدكتور ثامر الميالي أن الله تعالى أنزل كتابه لذكره وتعظيمه وليس لتعظيم محمد عليه الصلاة والسلام فضلا أن يكون تعظيم سيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرضوا الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخيا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله لا محمد لا علي لا سعد لا الهاشم لا جلال لا نبي لا أي خلق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وآخر استشهاد حتى اللي يسمعون من إخواننا اليهود والنصارى يعرفوا أن دين الله نزل لتعظيم الله وذكره ولا لتعظيم أحد من عباده قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا يا مشاهدي أشجال محمد للناس اللي ربنا بعثوا لي ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله ورسوله أخي جلال لا أريد أن نكرر السؤال حتى نوفر الوقت ممكن تجيب على سؤال الحلقة لماذا لم يستشهد علي بنبي طالب لأنصاره الذين خرجوا عنه بأنه هو الإمام المعصوم المعين من الله في خمس دقائق جاءبني على السؤال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد أجبت البارحة على السؤال نفسه أن علي رضي الله عنه ما كان يعتقد أبدا بأنه هو الإمام المنصوص عليه من الله وهذه النظرية التي قلت عنها إنها نظرية الحق الإلهي ما عرفها الإسلام أبدا ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع عقيدته التوحيدية التي تليت علينا هذه الآيات القرآنية الكريمة لتأكيدها لذا لا يتوقع من علي رضي الله عنه أن يحاول مخالفيه بما الدعي له من أنه هو الإمام المنصوص عليه ولو كان هذا الحق المدعى عليه أو المدعى عليه على علي والمدعى له لو كان هذا الحق المدعى له ومدعى على علي لأن الناس يدعون أن علي كان يقول بأنه هو الإمام المنصوص عليه لو كان هذا الأمر ثابتا عند علي رضي الله عنه لما ترك الخوارجة ولحاورهم في الأمر ولقال لهم ما كان ينبغي لكم أن تتجاوزوا ما أقول وأن تخالفوا ما أقر فأنا الإمام المنصوص عليه من الله المعصوم من الخطأ والزلل وتعلمون أن من خاصية الخوارج التزامهم بالنص الظاهري وإن كانوا لا يفقهونه كثيرا لهذا ابن عباس لما جاء يحاورهم أخذ يفند حججهم ويأتي عليها واحدة بعد الأخرى حتى أبطل مفعولها وجعل عددا كبيرا من هؤلاء الخوارج يعودون عما كانوا يعتقدونه ويتخذون منه مآخذة على علي وذريعة للخروج عليه ومحاربته لكن المتأملة في الحوار حوار ابن عباس المتأملة في الحوار ابن عباس لا يلحظ أبدا أن ابن عباس أورد عليهم نص ولو كان هذا النص ثابتا عند ابن عباس رضي الله عنه لقال لهم كيف تقاتلون إماما نص الله على إمامته لكن كما قلت ما قال ابن عباس هذا فهل كان الأمر خافيا على ابن عباس وعلى علي نفسه وعلى الخوارج أنفسهم فلم يلتزم الخوارج بالأمر ولم يورد ابن عباس الأمر ولم يحتج به علي على الخوارج كل هذه القراءة تدل على أن هذه المسألة ما كانت أبدا في عقيدة علي وفي ذهن علي وإنها دخيلة أبدا إنها دخيلة في الإسلام التعبئة العقائدية للجيش الجيش له عقيدة عقيدة يعبأ بها للقتاة مقاتل من سبيلها لا تثبت الروايات أن عقيدة التعبئة كانت أن الإمام المعصوم لا تثبت أبدا ولو كان الجيش مربى على هذه العقيدة لما أخرج منه الخوارج لو كان علي رضي الله عنه رب هذا الجيش على أنهم يصطفون خلف إمام منصوص عليه من الله وإمام معصوم لما اعترضوا عليه وأن الصحابة رضوان الله عليهم ولكن في النصوص دكتور جلال في وقتك في النصوص الإمام علي يمدح فيها نفسه في نهج البلاغة في النصوص الإمام يمدح فيها للبيض في النصوص يقول أنا مشوا مع أهل البيت إذا لبدوا فالبدوا إذا تقدموا فتقدموا نعم هذا الكلام لا يفهم أنه أنا معصوم علي أبلغ من أن تختفي عليه كلمة معصوم التي عبر بها المتكلمون في العصور المتأخرة والقرآن عبر بها والله يعصمك من الناس لا يعتدون عليك فكلمة إسمى ومعصوم هي كلمة جاءت في علم العقائد من عند المتكلمين متأخرا فيما يتعلق بالعصم عن الخطأ أيوة العصم عن الخطأ فيما يتعلق بالإمة والإمام معصوم أم غير معصوم أوردها المتكلمون النقاش كان حول إسمة الأنبياء والأنبياء معصومون من الكبائر واختلف هل معصومون من الصغير أم لا فعلي يعرف هذا يعرف اسمه فهو لم يقله للذين تمردوا عليه لأنه لم يكن يؤمن به لا يؤمن به ولم تكن تعبئة الجيش على هذا شيء ولهذا كانوا أعترضوا خلينا نظرك مباشرة على الأخ الدكتور سعد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذه ليلة ذكرى حزينة على المسلمين وإصالا بالحديث السابق كان مقدرا للإمام علي في التصميم الإلهي ورباني ورسولي أن يبني هذه الدولة النموذجية التي أرادها الله أن تبنى في الأرض وتكون شاهدة على الناس أجمعين حياة الإمام لو لا القتل حدود ثلاثين سنة لعله بهذا المقدار ولربما كانت تطول أكثر كانت كافية إلى حد كبير لو تعاون معه الصحابة إلى إعطاء نموذج أول نموذج بشري للتفاعل البشري المهدي المطهر بقيادة مهدية مطهرة بنص القرآن الكريم وبصحابة أجلاء يدورون ويتمنون أول تجربة بشرية منقطع عن الوحي لإنتاج هذا النموذج الإسلامي الأمور ذهبت كما واتضح أن والعلا من مما أطلقناه في هذه المحاضرات أو في هذه اللقاءات السريعة إلى أن هذا البعد الثالث والبعد السياسي البعد الحاكمي البعد الذي بناء الدولة النموذجية هذا تعطل فعلا وقد فشل وليس تعطله بسبب قصور في الوحي وقصور في التعليم الرباني حاش لله سبحانه وتعالى المخالف لكل وعوده في القرآن أن هذا هدى ورحمة وسعادة أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فشل المسلمين لا يمكن إيصاله بالوحي ولا بالرسول الأكرم إنما بتخلف المسلمين والقصد من المسلمين هم هؤلاء الصحابة الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيهم طبيعي كل الصحابة بما فيهم أهل بيت الرسول هؤلاء كلهم مسؤولون عن فشل هذه التجربة وتغير التقدير الإلهي وتغيره إلى أن البشرية تبدأ تتحرك تعصي لا يوجد نموذج تلجع إليه فالأهمية يا علي نحن عندنا من رواياتنا أرجو أن الأخوة ينتبهوا إلى أن كل هذه المناظرات نحن نستعمل نرجع إلى في الغالب إلى الصحيحين لكن كما تعلمون أن هناك شقاقا خطيرا كما واضح في الواقع في الحقيقة التاريخية في الأمة وأن لكل الفريقين مصادره ونحن في لأجل المناظرة نأتي ونرجع إلى هذا ما بقي من السنة ما وفق الله وهدى إلى أن يبقى شيء هنا وهناك في صحيح البخاري الذي كتب بعد قرنين من وفاة من الهجرة وفي أجواء سيطرة نهاية أي إشعاع أي بقايا للدولة الإسلامية المحمدية التي كان يجب أن تقوم تجد هنا وهناك بعض الأشياء نحاول نستند عليها يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة هذا من أهم من أكثر الأحاديث المقبولة في الروايات الشيعية والمفسرة بما ورد من ومرتبط بما ورد ومرتبط بحديثي الأب لهذه الأمة الأب الإنسان لهذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله 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 بحديثي بجهل وتخلف وعدم وعي وهوى بعض الصحابة الأوائل ونحن لا نكل الأمر إلى الله نقول جهل هذا الذي يقرره الله سبحانه وتعالى لا يهم أشير 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 هنا إلى أن هناك خطأ منهجية حدث عند الشيعة والسنة أيضا من أسباب هذه المشكلة أننا نركز على الأفراد أخواني يجب أن ننظر إلى 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 المبادئ إلى القيم إلى المنظومات نحن خسلنا منظومات نخسلنا شكل جوهر هذا البناء الإسلامي في الأرض طبيعي الأفراد ظلموا هناك قصروا هناك هذا أمر من ظلم أجه عند الله جنات عليين من قصر نرجو الله أن يخفر له نحن تأذينا من هذا الأمر كبشر نأتيهم لاحقا لكن ما عدنا عليهم شيء ربنا اخفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان طيب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم طيب شكرا لدكتور سعد سأعطيك وقتك فقط يعني نقاط المصارف النقاط شو لديك أن تستحذرها وأن تتحدث ما يهم هنا يا سيد المشاهدون هو كلام علي بن نبي طالب كلام لدكتور جلال وكلام لأخ نبيل وكلام دكتور سعد الرفيع وكلام ثامن ميالي أهميته في البرنامج الأساسية هي بقدر استشهاده بينهزة علي بن نبي طالب لن نريد أن نعرف موقف الدكتور سعد مثلا موقف الدكتور سعد حاليا قال أنه قال الصحابة خربوا ولم يعترفوا بعلي ولم يعطوه البيع وكذا وسيدنا علي بن نبي طالب يقول في نهج البلاغة أنا نصرت الإسلام وأهله حتى زهق الباطل وأطمئنا الدين طيب من نقبل كيف نوفق من كلام لازمنا نشوف كلام علي بن نبي طالب علي بن طالب يقول أنا بايعت أبو بكر الأم بايعت أبو بكر وعمر وعثمان ويقول أبو بكر وعمر عمل بالحق ودقل سعد يقول لا انحرفوا وزاغوا عن الحق نحن نريد أن نعرف كلام علي بن أبي طالب وعندما يعود لك من الأخ ثامر يا أخ ثامر أول من آمن من البشر خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين لأن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأول من ضحى وقدم حياته في الإسلام سمية أم عمار بن ياسر قدمت روحها استشهدت في سبيل الله قتلوها المشركين وهم يعذبونها ويعذبون أهلها في بطحا مكة في الصحراء وهذا الدين يا دكتور ثامر لم يأتي لي علي وأولاده ولا لسعد وبنيه ولا للهاشم يذريته ولا لجلاله جمعة إليتري معاه ولا للسيد نبي الحيدري وجمعه عائلة الحيدري هذا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وعند النصل سيدنا علي في نهج البلاغة إن لحمة محمد صلى الله عليه وسلم من عمل بهديه وإن كان بعيدا في النسب وعدوه من ترك هديه وكان من أهله وذويه وكذا كان سورة تبت يا دابي لهب لهذا المعنى فنحن لم يسمعون غير المسلمين فيظنون أن الدين نزل في علي ومن أجل علي وهو نزل لذكر الله وعبادة الله وتوحيد الله فأرجو يا أخي ثمنا أن تجيب على هذه النقاط وأن توضحها وثم لم تعتذر لي على أنك البارحة قلت من نهج البلاغة وهي ليست من نهج البلاغة وليد أن تكون أنت رجل صادق وباهي وصريح وليد كذا أخطعت أنا أو أنت نقول لواحد لأحد يكون عنده شجاعة الروحة الرياضية كما يقول لجماعة الكرة ونقول آسف كنت أظنها من نهج البلاغة وليست من نهج البلاغة أما تتجاهلها ثم وليد أن تسجع عندك سؤال في أي أم من الأمم اليوم تعزي نفسها بوفاة واحد من قادتها قبل ألف سنة وليد أن تقول لي في الصين يعزون أنفسهم لأن زعيما كبيرا من زعمائهم مات قبل ألف سنة وليد أن تقول لي رمى النصارى يعزون أنفسهم لأن واحد من القديسين عندهم قبل ألف سنة أو ألف وخمسمائة سنة أو ألفين سنة مات فيقيمون العزاءات ليه وليد أن تقول لي أن البوذيين يعزون أنفسهم بوفاة بوذة متى وين هذه متى ظهرت وهل كان الناس في عهد علي بن نبي طالب يقومون العزاءات في وفاة النبي عليه الصلاة يا أخي ثمان بالله يجاوبني ونورني لأنك فاجأتني بالحكاية ثم أخيرا ناخدك تساعد سجل عندك قلت احنا نعود للبخاري ومسلم نحن نعود في هذا البرنامج إلا لنهج البلاغة نعود بنسبة خمسة بشكل عام بشكل عام 98% من هذا البرنامج نحن نعود لنهج البلاغة مع أن لا 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 مع أن الأخ اللي بعث لي هذا الأخ عبد الله الشهري يقول لي نهج البلاغة كتاب علي أجل وأعلى قدر من يتكلم بما جاء في نهج البلاغة وأن هؤلاء يوضعوا أكاذيب سادة تركي لكن نحكي لك في ناس اسمعني اسمعني ثم وجهة نظر هذي موجود لأني أنا يا بس كل وجهة نظر شو تعتبروا أحد زادا فيها يا أخي لحظة شو ما هالكلام الله يرحم والديك يا أخي كل أهل السنة لا يعترفون للقير وبئس المصي طيب أوكي خلي بلغوا نظر هذي خلي بلغوا نظر هذي وفي العلماء ما لول وحكين الوحو يتناقشوا مع المراجع أبلغوا نظر أرجوك أبلغوا بس أرجوك أبلغوا قال الأخ الكريم عبدالله العليم من الرياض قال الإمام الذهبي في الميزان أهي بلاش ناخد عبدالله ناخد إمام الذهبي راجل ذكروا لأخ حسن المالك واستشهد به قال كل ما في نهج البلاغة كلمة كلمة صحيح يا أخي العزيز أنا دلوقتي هو ينوم فيه أنا مش فيك أنت هو الأخي يقول لي أنا في البرنامج اعتمدت على نهج البلاغة قال لي بأي حق أنت تفرض علينا نهج البلاغة وكتب رسالة قال لي من إن الإمام الذهبي قال في الميزان من طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعده من المتاخرين جزم بأن الكتابة أكثره باطل وقال لي ابن تيمية اللي أنت ذكرتم مبالح قال أكثر الخطب التي ينقلها صاحب كتاب نهج البلاغة كذب على علي وعلي رضي الله عنه أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام وقال ولذلك يوجد في كلام البيان والتبيين للجاحذ وغيره من الكتب كلام منقول عن غير علي وصاحب نهج البلاغة يجهله عن علي أنا يا أخي الكريم فكرة أفهمت يعني أنت تقول أنك تلومني تقول لي يا أخي الهاشمي هو يقول لي ملحوظات آمل أن تتقبلها بصدر رحب لقد جعلت كتاب نهج البلاغة نصا مقدسا ترجع إليه هو ينون فيه أنا مش فيك أنت لن ينال يذعب في رجل فحبيت أقول أنا فقط أنه هنا أنا يا أخي عبد الله لأن الأخ سعد يحترم نهج البلاغة يفسح ما فيه لأن الأخ سعد يحترم نهج البلاغة ولأن الأخ التجاني لما كان معايا يحترم نهج البلاغة فأنا أردت أن نناقش منه هو وليس من البخاري ولا من مسلم لأن البخاري ما يقول أصحاب علي كفار ولأن البخاري ما يقول أصحاب علي مسلمين غير مؤمنين فما نناقشنا الموضوع لكن لأن الكلين يقول الصحابة خرجوا فإحنا بنناقش الكلام هذا ونحتاجين لنهج البلاغة فإذا وجدنا فيه ما ينقض نظريت الكلين أو يثبتها يترتب على أشياء مهمة الآن مرنا بأيام طويلة لم يستطع أحد من الضيوف أن يقول لي هذا نصلي علي وأيض كلام الكلين كل واحد أطاره هو الشخصي إيش ما نرد لكن ما حد قال علي ابن أبي طالب قال أصحاب محمد عليه الصلاة مرتدوا لأنه في نصص متناقضة على كل حال أقل له هذا النص اللي قالها الأخ التجاني دائما اللي سيدنا علي قال خشيته اللي منصر يسمى أهلها أنا راه فيه ثلما أو هدمة فأنا هرته حتى انتسر حتى زاح الباطل وزاح قص ما أن الدين وتنانا أقل له هذا النص وأحسن نص جابه الدكتور التجاني جزاه الله وعنا كل خير فنحن يا أخي الغالي بنتناقش ونعتمد كتاب نهج البلاغة لأن حجيته أقوى عند الأخ سعد وعند الأخ ثامر وعند الأخ التجاني وهذه المنهج في البرنامج أرجوك تحترم برنامجنا وتعذرنا في اجتهاد واستفيد مني يا أخي نحن أقول لك أنا أقول لك نهج البلاغة معظمه صحيح أغلبه الأكبر صحيح هو يعبر عن ما فيه استفيد منه ما عندك تراث انت غيره من الصحابة إذا عندك تريد تصير محقق فيه اذهب حقك كلمة كلمة رواية رواية مثل ما حق لا مانع لكن لا تستغني عنه وهو من أهم الوثائق الإسلامية التي عنده نأخذ الآن دكتور سيد نبيل حيدري بس هذه الكلمة المفهوضة الناس تعبر التعقب عليك الناس عن حق انتو ذهبي عنده شخصي ما نهج البلاغة من باب المجادلة وليس من باب أن هذا الكتاب هو قول عليه حرفا واحدا وهذا الكتاب فيه تناقضات فعلا فيه تناقضات ولهذا نحن أصعب ما يواجهنا أن نجمع بين الكلاء بين الخطبة والخطبة الأخرى هذا أصعب تحدي يواجهنا الآن يا جمهور أن نجمع خطبة مع خطبة أخرى هذا أكبر دليل على أن علي ما تكلم به يحتاج ذا ناس والذهبي رجل محقق وين خطبة رجل محقق أجمع آية رجل محقق أكيد تتكلم إسلاميات أو لا القرآن أنت تقارنه بنهج البلاغة لا أنتبو هذا تتبلقى واعد هذا كمحر فيه على كل حاجة يسمعني يعني يا دكتور ساعد أنا قصد المثال مثلا لا جيد لا نعطيك المثال المثال علي بن نبي طالب المثال أنا في نص استحيطة أرويه دائما في نهج البلاغة مثلا علي بن نبي طالب يشتم النساء يهاجم المرأة في نهج البلاغة هجوما عنيفة ويقول ويقول لا تثق بالمرأة أنا دائما يقول في خاثة هذا ما تتزوج بنت رسول الله وكيف يقول هذا حليه صلاته والسلام كيف يقول يحذر المسلمين من المرأة ويقول إوه تعطي سرلك لمرأة ولا تثق بالمرأة ولا تشاور مرأة فهذه من الحكم في نهاية البلاغة كنت أقول واحد متزوج حققت أشوك متزوج بنت رسول الله يقول هذا كلام على النساء فقلت ربما ما مالعرب عندهم ما شمعت القبائل سابقا إذا هو موضوع ومكتوب لأن النبي عليه الصلاة أوصى بالنساء خيرا واهتم بهم وتكلم عنهم وكل شيء وربنا قال والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض لكن نحن دواء للمجادلة هنا لأنه ينفيدنا في النقاش حتى نعفايا علي بن نبي طالب في النصوص والله أكثر مع سعد المشاكل وين النساء طيب لا لا نحكي لك لذلك نجل السيد نبي الحيدري ونعطيك عشر دقيقة لأنه عندك وقت من بارح طبعا يعني أني 12 دقيقة من البارح لأن نعم أشهد دقائق حقيقة يعني بسم الله الرحمن الرحيم تمخض الجبل فأولد فأرا 19 يوما من الحوار الصريح وخلايا تحت الخط الأحمر لأول مرة تتحرك وتكون مفتوحة 24 ساعة تتحرك لتكفير الخلفاء ولتكفير المسلمين واعتبار ردتهم خلايا تنطلق من قم وثانية طيب هذا كلام سياسي هو أشار إليه هذا رجل وأنا لا أريد أن أتكلم في كلام سياسي أعطيك تكفير المسلمين وقاطع كل الموحدة قوم ولا من أهل حجر لا ليس من حقه أن يقاطع أنا قاطعتك أنت أقسمت أنه لا تقاطع وكذبت لأنك أقسمت أمام الأخوة قلت والله لا أقاطع وتكذب عدة ثلاث موات أقسمت أقسمت بالله وقلت والله لا أقاطع وكذبت وأنك أقسمت بالله أسكت وين أقسمت ألم يقسم؟ قال والله لن أقاطعك أسكت ولك أسكت تأدب على أقل في حضوري تأدب كل كلامك كذبا وأنا لا أريد أنت اتصرت بثامر الميالي والبيالي وقلت له من أخراجك الهاشمي قلت لرجوه ينسع بهذه إذاعة سهولية هذه منتبضة بالمشار يدخل الميالي ويقول من اتصل فيها ابن عمرو يقول والله أنا لا أعف الميالي أنت رجل فيه ما اتصل مباشر بعدت له مبعوثا والله لم أبعث مبعوثا أنت ماذا تقول أقسم بالقرآن العبد والله عظيم لم أتصل ولم أبعث أحد والله عظيم وأقسم بالله أقسم أقسم أن يفعل دخل الميالي دخل الميال خليه يكمل الميال خيدخل من بعثه هذا غير والله عطوه للأسف والله اللي يحول الكلام أن يخسر وأنكم سأخرج من هذه التي احتراما للمواد يبتأمني بالإحرام هو نعرف السستاني خليت كلمة السستاني هو حر هو السستاني خليت كلمة السستاني هاو كلام قم هاو كلام قم يا دكتور عشامد في هذه بس هاو كلام قم نعم كلام قم لحظة بس كلام قم لحظة كلام قم يا أخي العزيز هذا ما أحب أحتد ولا أحتد من خالف وصية الهي فعليه لعنة الله احتفظ بالمنهج فعليه لعنة الله وما هو أجهني لا يجيب لي مخططات أنا الكلام أنه يقول مخططات كله كذب ودجد ويقصد الله كذبا ولا يقاطيني هساني الموضع لا تقاطي على المنهج لا أريد أن يكون هناك أنا أقول لكم أخواني أنا رجل أنت كذب وكذبت وحلفت بالله كذبا استغفر الله أنت اتهمت المعشياء والله أنا لم أفعلها وحلف قال لا أقاطعك كم مرة ثلاث مرات أكثر بالله لا أقاطعك المهم أن الناس يحكمون خلونا نحكمون حسن الآن أبدأ عشر دقائق لا أحد يقاطعوني الكلام اسمح لي لا 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 خليني مالية منهجية لا في مركز الأبحاث العقائدية لا أعرف ذلك وخلية النجف وخلية النجف وخلية النجف 75 أنا شو معرفني ما تعنيه ما تعنيه الناس يقرون شئ هذه خلية السيستاني هو التيجاني التيجاني هو الذي بعثه الممثل الأول السيستاني في كل العالم اسأل أي دولة من بعثه ينزل في مكتب الآن كلكم تتصلوا بالعادة أنت قلت أوترك دكتور ساعي تصل بي يا رب العقائد سديك للتليفون لا يقاطعوني لا يجوز هذا ما قلعته يا دكتور ساعي ذاك موجود سأعود إليك بعد كم من سجن نقاط أخيها لا أنا اسمح لي هذا اسلوب خليني هذا اسلوب المهر أول شي خلي ضيع الوقت خليني أنا بالنسبة لي لا لا اسرع عن حقي أنا لا لا أنا عن حقي هو هذا هو عصادي أنت لا يشهد عند السيستاني أنه أنا دافع عنه يا دكتور الله المحشوه مع بشار الأسد ومع السيستاني ومع خامنائي أينما كان كل الحملاء والخوانة لا يا نبي يا سيدنا لا يا أخي يا سيدنا يا سيدنا يا أخي هذا غير الشكوز هو قال لا هو دافع عن السيستاني أنا لا لا أشهد هو قال والله لا أعرف أحد من مكتب السيستاني قاطع التسرع أنا سنترك ولا أعرف أحد من غيري تركوا ريو ماذا هذا المنطق السيئ هو عصاباء أنا أعبر عن أفكاري وليه أخير يقول عن أفكارهم أفكارهم أفكاري أفكاري إذا أختي أنت لا تتدخل شوف يا أخي هدو الكلام شوي عاوني بالهدو عاوني بالهدو طيب أنا بس عندي كلمة معاك الآن لا 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 ليس في وقتي ليس في وقتي ليس من حقي وقتي الآن لو كان وقته يقول لا تقبل أنا سأبدأ وقتك من جديد سأبدأ وقتك من جديد اسمعني بس لحظة خلينا نقول لكم من أكلم المتهزم أني أضع لهذا الكلام قيمة لكن الإنسان إلى حسود لأنه ناس محترمين يسمعون إذا هو أنت محترم أنت تتسبب الصحابة وتسبب السنة وتكفى الخطة إلا ثلاثة يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا يفحد شيء الأمة كلها كفرت وقتدت هذا قال لا يعني ما أجيب هذا الكلام يعني اتدوا كل الأمة يكفرهم كلهم لا لا وكلهم اتدون والناس يسمعون اسمع اسمع يعني هذا يخالف القرآن يخالف المنطق يخالف إجماع المسلمين يخالف نصوص عليا هذا هو التشعيع الصفوي اسكت اسكت يا مجنود اسكت اسكت تكلمت أكثر من مستواك من أنت أيها النكرة من أنت تتكلم أمامي اسكت شنو تتتهمني هذا مراني قلت أني لا أرسل بالصحابة تتهمني أمامي والله لو لو ليئت عليك لجلتك الآن أليئناو ينضح بما فيه إذن ثلاث خيالة كانت تنطلق من قم ومن النجف وخليتان من لندن 75 وسبعين وخمسة وستين. والله عندي جماعة. بالله يجب أن نسمع. بالله يجب أن نسمع. بالله عليك. النتيجة ما رأيته أمس. هذه كل الاتصالات من النجف خرج واحد. يقول الآن يزوتها. لا بدأ يزوه. ويقول أنه لا يجب أن يزوه شيء. نحن نتكلم في الفكر. في الفكر. في الفكر. في الفكر والآراء. نناقش الفكر. سيد سيسانيا طرق هنا. آراءه. أفكاره. وليس الأمر الشخصية. الآراء والأفكار. كما نقول قال الشيخ الأزهر. ولا قال للخميني. ولا قال للبخاري. ولا قال للكلين. أحسن. يعني نحكي عن الأفكار والأراء. أحسن. والفتاوى. بس أرجو أن لا أحد يقاطعه. أوكي. توكل الله. إذن هناك ثقافتان. وهناك مرجعيتان. وهناك تشيعان. التشيع العلوي العربي الأصيل. الذي أنشأه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والذي نجده في نهج البلاغة يتحرك. نجده في سيرة علي يتحرك. وهو أصلا يطابق القرآن. أحد المعايير. لأقول لك بصراحة. أنا لا أؤمن بأي كتاب صحيح. ما عدا القرآن الكريم. أيها. إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه. ولا من خلفه. ولا من خلفه. أنا عندي دراسة عن نهج البلاغة. أبعثها لك. ثلاثين ورقة. أنا أثبت فيها أن في نهج البلاغة كثير من الضعف. أشكك فيه. لاحظ. أمير المؤمنين متى استشهد أربعين للهجرة. لكن الشريف الرضي متى ولد؟ ثلاثمائة وتسعة وخمسين للهجرة. يعني بين شهادة أمير المؤمنين والشريف الرضي أكثر من ثلاثمائة سنة. فالشريف الرضي يعني بدل جهده. ولكن هناك عشرات العلماء. لاحظ. هذا هناك درس نهج البلاغة لمن؟. هذا مصادر نهج البلاغة. هذا كتاب دراسات حول نهج البلاغة. أبنى بالحديد تحدث عن نهج البلاغة. عبدالزهر الخطيب كتب مصادر نهج البلاغة وأسانيده. محمد عبدالزهر تحدث عن نهج البلاغة. وزكي نجيب محفوظ. وعبدالله نعمة كتب مصادر نهج البلاغة. وهناك جزء كبير من السنة ومن بعض الشيعيش يكون في بعض الخطب. محمود محمد شاكر. دكتور شفيع السيد. الدكتور محمد الدسوقي. دكتور شوقي ضيف. ابن خلقان. وهناك حالات وسطية التي أنا أميل إليها مثل جوجي زيدان والشيخ محمد عبدو. فأنا عندي دراسة مفصلة من ضمنها هذه. أتذكرت نقطة ممتازة حقيقة دليل على يعني أن جدك أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي دمك. عندما ذكرت مثلا مسألة النساء. يعني أنا جزء من الدراسة أبعثها لك. مسألة النساء عندما يقول علي كما نسب إليه المرأة شر كلها أو اتقي شرار النساء وكن من خيارهن على حذر. أو إياك ومشاورة النساء فإن رعيهن إلى أفن وعزمهن يعني فيها نوع من الظلامية استبعد كما أن تستبعد وزوجته الزهراء وكذا أن يقول. ولكن أنا طبعا فسرتها لأن كل قصة كما شرحت الآية التي قالها للتفكير كانت نزلت في اليهود وفي قصة خاصة كان يتحاكمون ورجعوا إلى رسول الله وحاكمهم. هنا أيضا نفس الشيء حقيقة كله يعني نحن ندرس سياقها ظروفها يعني الظروف المحيطة فأنت تفهمها لأنه تكمل يتوى. وأيضا أنا يعني أتحفر على كثير من الخطب لنكن صويحين وأحد المعايير أنا قلتها في أحد الأيام أنا أول يوم قلت الكتاب الوحيد الصحيح القرآن. إنا نحن نزلنا الذك وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الكتب الأخرى كلها تحتاج إلى التحقيق فأنا أحقق كل واحد لنكن صويحين. يعني حتى هذه المسألة لا يعتبر نهج البلاغ المقدس. أنا ليس عندي مقدس إلا القرآن لأكون صويح يعني. هذه نقطة طبحت. نعم فإذا هناك قلنا هناك تشيعان تشيع علوي وتشيع صفوي. لاحظ الخميني ماذا يقول؟ فإن للإمام علي عليه السلام مقرما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضريات مذهبنا أن لأمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث. اللي أنا شككت بيه سندا ودلالة فإن الرسول والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلة ما لا يعلمه إلا الله. يعني حتى محمد ميعلنا بس الله. مش معنا خلافة تكوينية. لا هو 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 ينظر للولاية التكوينية. الخميني في كتبه لو ترجع إلى كتاب مصباح الهداية ينظر يعتقد أن الولاية التكوينية عنده قدرة على الكون عنده كترة على الخلق عنده كترة على كل هذه الأمور. يعني هذه أنت أجع مصباح الهداية للإمام الخميني لاحظ أنا نقلت هذا النص من مصباح الهداية يقول ينقل نصا عن علي كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. هو يعلق الخميني يقول فإنه صاحب الولاية المطلقة التكوينية والولاية الباطنية فهو بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ومع الأشاء معية قيومية شلون الله قيوم ظلية إلهية لاحظ العبارة الأخيرة قائمون على كل نفس الكيش بما كسبت بما كسبت ومع الأشياء معية قيومية ظلية إلهية مصباح الهداية صفحة 142 لاحظ هذا الكتاب ما هو هذا الكتاب؟ هذا صحيفة الثورة الإسلامية هذا الطبع في إيران وزاة الشاب ما هو هذا وصية الخميني قبل وفاته أقرأ لك فقط الصفحة الأولى قال رسول الله إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لي يفترقا حتى يردى علي الحوض الحمد لله وسبحانك اللهم صلي على محمد وآله مراهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك الذي تجلى فيه الأحدية بجميع أسمائك أسماء الله حتى المستأثر منها حتى اللي الله استأثر بها بس إله لا كانت في علي ليس في محمد في علي منها الذي لا يعلمه غيرك بس الله واللعن على ظالميهم وهو يشرح منهم ظالميهم الخلفاء وعضي أصل الشجرة الخبيثة لاحظ هذه في الصفحة الأولى من وصيتي لاحظ نحن إذن أمام ثقافة هذا هذا نص للقميين الذين دجلوا في التشيع كربلاء أقدس من الكعبة لو أقرأ لك إن بقاع الأرت فاخرت ففخرت الكعبة على بقعة كربلاء فأوحى الله عز وجل إليها أنسكتي يا كعبة ولا تفخر على كربلاء فإنها البقعة المباركة التي قال الله فيها لموسى إني أنا الله وهي موضع المسيح وأمه وقت ولادته وإنها الدالية التي غسل بها رؤس الحسين يذكر والتي عرج منها رسول الله قال له المفضل المفضل الذي ذكرناه فقهاء الشيعة يعتبرونه مدلس وكذاب وكتاب المفضل يعتبر من أوقع الكتب الذي يعتمدون عليه الفقهاء الصفويون الذين نذكرهم نعم لكن الفقهاء العرب الذين ذكرناهم لا يعتمدون عليه قال سيدي يسير المهدي إلى أين؟ قال إلى مدينة جدي فإذا وردها كان فيها مقام عجيب ثم يذكر بعدين عن أبي بكر وعمر يقول فقال يا معشر الخلائق الرسول يقول هذا قبو جدي فيقولون نعم يا مهدي آل محمد فيقوم ومن معه في القبو فيقولون صاحباه وضجعاه يعني أبو بكر وعمر فهو يجي كأنه يرجعهم وأي واحد من يواليهم ويحرقهم ويعذبهم ومن كان في قلبه مثقال ذرة لهم المهدي صفير فهناك روايات كثيرة من هذا القديم ماكي دقيقة على الوقت اللي أعتبرك بدون بعض المقاطعة ماكي دقيقة نعم فحديث قدسي عن الله يذكره القميون لو لا علي ما خلقت جنتي وأيضا يذكوه القمي الذي هو صاحب ثاني كتاب يقول في الآية يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا عن علي أنا كلمة الله الكبرى فيذكر أيضا حديث آخر عن النبي ليلة أسريبية إلى السماء لم أجد بابا حجابا ولا شجرة ولا ورقة ولا ثمرة إلا وعليها مكتوب شنو مكتوب علي علي وإن اسم علي مكتوب على كل شيء عن النبي يذكر أيضا اسم علي على كل حجاب فعندنا كم هائل من الروايات ومن الأحاديث هل كان الأنصار سيدنا علي الذين قاتلوا معه في الجمل والصفين ثم تمردوا عليه نعم وقاتلوه نعم وكفروه هؤلاء كانوا يعرفون الأخبار أم لا 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 قلت قلت هذه كلها متأخرة الصفويين قلت مراحل مروا به لا يعرفها لا علي ولا أصحابه ولا أعداه لذلك لم يحتاج بها علي ولم يحتاج أصحاب علي ولا يحتاج ولا الآخرون فهذا التراث نعم قلنا أنا كتبت كيف أدخلت ومن أدخلها وكيف صار الوضع يعني هذه الدراسات فهذا لذلك أنت لا تجد في التراث ذلك وانا يوم قلتها بصواحل لك يعني لأسا نجاوضي طيب طيب أنا إذا تسمحوا لي فقط الدكتور ثامر مع أن تجاهل السؤال في البداية إذا موجود على الخط أعطيه فرصة ربما يجيب هذه المرة على السؤال ونعتبر وقت إضافي ليه وبعدين نعوذك من ثم بعد التليفونات لأنني أحب أعطي شوية تليفونات للناس يا دكتور ثامر تسمعني؟ نعم أسمعك سأعطيك هذه المرة أطلب منك أمام المشاهدين أن تستفيد من الدقائق الخمسة الإضافية لأن الأخوان أعطيتهم كل واحد وقت وأنت أعطيك وقتين قبل أن أخذ بعض التليفونات المشاهدين أرجوك أن تجيبني لماذا لم يحتاج سيدنا علي جيد على أنصاره بهذا الكلام والنبيل الحيدري السيد نبيل قال لأن كل أمور اخترعت لاحقا فهو أنصاره لم يكن يعرفونها وعليه لم يكن يعرفها ولذلك لم يحتاج بها فأنت ما رأيك؟ اسمعني يا عاشمي أنت تقول لنبيل الحيدري أنا وقتك أنا ليلتان مرضي الليلتين اللي مرن الوقت كان إلي وطيت النبيل والليلة الماضية البارحة قطعت التليفون عني فأرجو أن تبطيني فرصة لأن أدخلتني في هذا النزاع فأقول أولا ماذا تضع عنك؟ أنت دائما تتكلم بارح بعد العشر دقائق سألتك سؤال واحد أولا بالنسبة لسؤالك أنا لبرحة ما أجابت لأن أجبتك في السنة الماضية في رمضان عندما كان السيد الأستاذ السيد الشريف سيد علي الأمين حفظه الله وسلامه له وكان حوار أجبتك لماذا الإمام علي لم يحتاج على الخوارج لأن علي أعلمكم علي نحن الآن أعلم علي قلت لك أن هناك جيش علي خليط ولا كلهم يؤمنون بأن علي يؤمنون به مثل ما يؤمن به مالك الأشتر أو عمار بن ياسر رضوان الله عليهم وإنما خليط يؤمنون به خيرهم يؤمن به أنه خليط كسائر الخلفاء نقتلك كما قتلنا علي في قضية المصاحف لما سلسوك علي قلت لك كما قتلنا عثمان هذا الكلام فعلي تحاور وياهم هو وابن عباس حبر الأمة بالمشتركات التي يؤمنون بها وعلي أراد أصلاح الأمة فلو أثار قضية أنه هو وصي رسول الله لأثار مشاكل جديدة ولكن خاطبهم بما تقتضيه المصلحة وبما تؤمن به عقولهم ثم هم لو كانوا يؤمنون أنه الإمام المعصوم المقدس لما تلوا عليه السيوف وهم وتعارف الخوارج ناش مؤمنين وصفهم الإمام علي طلبوا الحق فأخطأوه يعني هم مو ناش كان لكن مشكلتهم فهمهم والأخذ الظاهر اللي تفضلت به طلبوا الحق فأخطأوه وليس من طلب الحق فأخطأوه كمن طلب الباطل فأصابه يعني به معاوية وأشباه ولا أفعلي خاطبهم بما يؤمنون أما يقولهم أنا وصي رسول الله يثيرون علي معارك وهم خط ولذلك هو من نصوص نهج البلاغ يقول أرأيتم لو أردت أفعل كذا وكذا أنا جمعت أنا فعملت في النافلة فقالوا نادى المنادي في معسكرية لله ضيعت سنة عمار هذا الكلام أجبتك يا ابن الحلال من العام لذلك أنا أردت منك أن تركز على الموضوع الأصلي اللي يجئن به النقطة الثانية الأخ نبي يقول ثامر يخرج عن الحوار ويتكلم عموميات متى دخلت أنت بالحوار واسمعني الآن ما دخل الخميني إحنا قال علي شيء في أصحاب رسول الله وإنت ذكرت بعظمة لسانك حديث الرواة وشفت به ماذا يقول كاذب منافق قال الناس صاحب رسول الله ولم يعلموا بكذبه ولو علموا لما عملوا وهذه الخطبة 150 اللي ألقيتها على مسامح الجمهور وإذا احتجتم هل سأقرأها لكم الآن هاي القضية النقطة الثانية التي أثارها لأخ سعد أنت لا تعرفني ولا أعرفك وأنت في عيني جدا صغير لأنك اتصلت السيد اسمعي يا هاشمي السيد عبد الكريم الحيدري أحد أساتذة مدرسة بنت الهدى أقربائك اتصل بيه وقال وقال بعث إلي استاذ نبيل الحيدري على بالتلفون ما أعرف الفاكس يسمونه أنتم ما أدري وهو يسمع الآن السيد عبد الكريم إن كان على التلفون وأنا أعرف هذا الرجل صادق خير لا يكذب إن شاء الله لا يكذب وقال لي إن تخرج من هذا الحوار ولا أريد أن أذكر ما أذكر من كلمات لأني لا أريد أن مثلك أتملق للهاشمي وأبدأ أذكر وأشكر ونعمته فحيح أنت ما تعرفني لكن أنت اتصلت وهذا ما خبأ لي منك الدهر عجبة وأضحكتني بعد استعبار عندما تثني هذه الإذاعة وأنت تقول إذاعة خبيثة فإذا شاء الهاشمي أن نثبت هذا عبد الكريم وهو فيكم والحوار وحتى نعلم أينا الصادق ويعلم الجمهور من هو الكاذب وأما قضيتك وهي السيستاني الذي قال لا حلاقني بالسيستاني وغيره فأنا أعتقد أنك أنت عندك قضية مصطحية ضائعة لذلك الدافع وإذا استخدت الدين دخلها وجعلت دخلها وجعلته لمصالحك طريق ولا أكثر ولا أقل أنت إنسان هذا طريقك ثلاثة حتى على الناس وثم ابن الحيدري كن ابن من شئت وكتسيب أقبة اطلط على الناس وكتسيب أنا لا أسف أنا ما أنا علاقة طيب يا شيخ ثامن برأي عبد الكريم ولا برأي نبيل أنا لا أعلى حضاي يا شيخ ثامن يا شيخ ثامن يا شيخ ثامن يا شيخ ثامن كانت قصية وقصية حتى تحكي له وأنا أقول جداً انتظم نبيل إذا وصلت للأيادي الكريمة شوف شنو موقفه طيب يا شيخ ثامن اسمعني إن شاء الله ربنا يجعلنا جميعاً اسمعني اسمعني إذا عبد الكريم حتى يعرف هو نبيل هذا قرائب إبن خلال هذه الحكاية هذه الحكاية عندي بها داخل هذه الحكاية عبد الكريم أنا عندي بها داخل لحظة لأنها تتعلق بالمستقلة ثم هو يخرج عن الحوار دقيقة بس دقيقة بس خلنا نقول لك حاجين في حاجة بسيطة الكلام اللي يتعلق اللي قال لأخ عبد الكريم رواه وقال لنسمع أخ نبيل أي كلام عن مستقلة يقول لأخ عبد الكريم أو يقول لأخ تيجي أو ما يقول اسمعني بس اسمعني أنا ما عندي مشكلة ذي أنا قلت على خلاف الإخوان اللي خطؤوني في الحكاية دي أنا متصدق بعرضي وعرض قناة المستقلة ما يتهمني كثير أنا هذا كله ما يهمني لو كنت يعني أعبأ أنه كل واحد يتكلم كلمة يسبني أنا يعني يقعد بالله زعلان ومكدر ما يمعني فلذلك أنا اسمعني من ألفه فقد استهدف ومن بث أعمال قناة فضائية عليه أن يتحمل لا لا مدح كما يتحمل السب فلذلك أنا يعني وبعدين على كل حال إذا هناك سب قيل لي فيها البرنامج أكثر ما قالوا أخي تجاني ولد بلادي سبني بكل نقيصة فأنا ما مقلق من هذا الموضوع ومتنازل في أي شيء يخصني ويخص المستقلة إنما أنا فقط مستغرب لدكتور جلال هنا قال لي بطريقة أوتوماتيكية قال لي الأخ ثامر يقر أن قتلت عثمان كانوا مع علي قال لي دلوقتي في دفاع ولم يقلوا الجماعة قالوا نقتلك كما قتلنا عثمان وأنهم مجرمون وهددوه بالقتل وهم جنبوا في جيشه بينما نحن اللي عارفين أن سيدنا علي الدفاع وأن هؤلاء ليسوا أو أنه لا يقبل عليهم لكن مشكلة أخرى وثامر الميالي حتى يكتم الحديث ثامر الميالي قال أن قتلت عثمان في الحديث حديث سابقة أن قتلت عثمان ثوار عادلون أرادوا بثورته ما الحق لا في مشكلة أخرى الأخ التجاني أو الأول مبارح روى لنا من نهج البلاغ كتابا لسيدنا علي يرد به على معاوية ويذكر فيه أنه نصر سيدنا عثمان فكيفاش بالتونس يعني كيف أن سيدنا علي في نهج البلاغ يقول أن تجاني نصر سيدنا عثمان والليلة نعرف أن السبب أن سيدنا علي أنت تقول لي لأنه حيكون فيه قتال وقال لهم أنا المعصوم أنا الخليفة المعين هو حصل قتال يا شيخ ذاب وماتوا آلاف آلاف ماتوا يعني العقل لحسب عقلي أنا البسيط والمشاهدين يسمعونا في النجف وفي القاروال بقية العالم العقل يقول لنا إذا أنت سيدنا علي إذا نمفح له أي واحد مننا كان في محله وهو الإمام المعصوم يقول لجماعة اللي يقاتلوه يا جماعة تعيب علي تعيب نحن نبقى أول مبارح مع بعض نقات أنتوا عارفيني الإمام المعصوم كيف تخرجون عليه وتقاتلونني وتكفرونني فهو قل لهم خطاب طويل عنه في نهج البلاغة قل لهم لا تكفروني لا تكفر أمة محمد بكفري إن كان ولابد إن كنتم ولابد مكفري فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحدود على من عصى ثم ورثهم ولم يخرش أسماءهم من الإسلام من أهل الإسلام فهذا هو سؤالنا خيثاما من غير ما نطول فيه لا لا بس بدي أجاوبة أنا بالنسبة للأخ نبي لحظة بس عندي جماعة في التليفون لا بدي أجاوبة وربما في ناس يحبون أن تقلوك في الجماع الجيل ما رأيك أن تجمعهم مرة واحدة وتقول لا 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 لأنه هذهب بيجأوا مني في دقيقتين لأنه هو تكلم لا لا هو تكلم عشر دقائق وفديا خطيئة أنا هاي مسألة لا لا مسألة في موضوع الشخصية في موضوع الشخصية على ابن عمو ولا ثمني نعطيه فرصة لا 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 أعطينا خمس دقائق لا 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 هو تكلم خمس دقائق شوية على هو عشر دقائق تكلم على السيد لا لا تكلم شوية على سيدنا علي وشوية بس عليك أنت فأنت يعني أعطينا ثلاث دقائق اختصنا ثلاث دقائق خير ما تفوت ممتاز اه حقيقة يعني أنا لا أعرف الأخ الكذاب لا الأخ العزيز بالله لا 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 هو هو عبر لأنه أنت يوم أمس اسألت قلت له وين من كنتم أعطينا ثلاث مرات قلت لك في نهج البلاغة وكذب على الرحبة على الرحبة إيه لا قال في نهج البلاغة وكذب يعني هذه ما تحتاج إلى أنا قلت لك قلت لك أنه دورت نهج البلاغة لا توجد يعني أنا حقيقة لا أعرفه أما ما يقوله بالنسبة للأسرة الحيدوية طبعا إذا ذكر عبد الكريم الحيدوي نعم يشتغل في يشتغل في مكتب خامني ومن المسؤولين في مكتب ومن أسرطنا طبعا يعني لا يلاحظ خلينا نعطيك هاتها من عندي أنا هاتفضل أحسب لي الوقت يعني هو يشتغل وحتى كل سنة يدزوه بعثة إلى الحج ويدزوه إلى دبي ودزوه الأفريق يعني هو من اللي يشتغلون وهو حتى مرت تصل بيا قال لي أنا أعتقد أنا سميت في طهران وفيقهم ولاية الفقه بولاية السفي وقلت استبداد ولاية السفية هو يقول لي أنا أعتبر خامني هو يعني يقول لي حسب الوضع يعني يقول لي أنا أعتبر علي بن أبي طال وهو قبلها خب يعوفون يعني كان بالعراق وكان متعاون مع صدام واشترك بالحرب ومن إجا لإيران أصلا أنا واحد طلعته من الأوردوغاه من الهاي أوردوغاه المكان اللي يعتقلون الإنسان اللي يجي من العراق فقال لي قلهم للإيران يعني ما كنت بالحرب في سبيل أنه يعني هقشموهم حتى شنو حتى وقسة يطلعوني وفعلا والله رحت إلى قوم وجبت له كفالة وطلعته وهو وعملت له ما لا يعمله أحد جيت عادلت له شهادة ورحت الوزارة النفط وسويت لأمور بس هو طبعا طبيعة الغدر يعني اتقي ما شرح صدت إلي فهو هؤذي اللي النماذج يأكو ويأم الحيدري يشتغل في مكتب خامنائي ملاش أسنو أخر خلي بس عبد الكريم زين فإذن إحنا عدنا بالحيدري جميلة يعني عرش ها خبيلة يعني بعضهم خبئنا الكثيرين مو بس عبد الكريم كانوا ويا صدام هاي معروفة يعني صدام استقبل لوحده أسرة آل الحيدري وإجا واحد من من أسرتنا طبعا طالها من القديم أول ما استشهدت صيد صدام وطلعت إجا قدم إلى صدام حسين سيف الإمام علي وقال لهذا سيفك يا صدام وقدمه له شخص تاني وجيف الأسرة إلى هاي وعدنا الآن عدنا أنا أقول لك عشر أسماء مسؤولين في مكتب السيستاني مدير مكتبة أسمي الكياه المسؤول المالي مسؤول المالي بلاش بلاش ما أقول لك أسماء وآني أدري أنا لما أنت أقول الخلية ثق بالله العظيم أنا من الخلية داعتي أشخاص يتصلون به وحتى أنا مستعدة من الموبايل أقول لك إش دايح تشهد وأوصف الكياه أول ما تدخل إحنا أنا أكو خلية قاعدين بيها مجموعة معمنين بعدين بالمكتبة يدون مصادر والخلية الفوق واحد من أسرتنا ها بالكمبيوتر مسؤول الكمبيوتر يعني أنا أعرف أنا أقدر أصف لك إذن عبد الكريم فإذن عبد الكريم أنا يتقول عليك طب قول والله يتقول خلص فهو يقول لي أنا قسم والله بالعظيم خلص خليك مع ذرة بس لا لا أدري خليك مع ذرة فإذن عدنا عدنا الآن بالحكومة تدير كم حي دوي في الحكومة طيب يعني صالح الحي دوي يعيس الأوقات أنا أوفر خلص لا لا كان موضف كل اسم زيادة مرتزق جدا كل اسم زيادة مشكلة كل اسم فأني أقول لك نقطة المهمة لحظة خلني رد على صالحة بس خل رد على صالحة بس عشان نعطيه حق الرد لحظة ثاني ايه يعني هذا من محازن الدهو عشان خطي يجي أربع مرات اللندة يا سيد لا لا يا سيد نبيل لشان أقول الأخ عبد الرزاق أن أن الأخ عبد الرزاق ينفي أن يكون مرتزق والذين يعرفون يقولون أنه مثال الشرف والنزاهة والأخلاق الكريمة أقول هذا ردا فوريا على كلم الأخ نبيل وأحفظ حق الرد له ولكل اسم ذكره الأخ نبيل وأقول أن الذين يذكروا يتمسكون ببراءتهم ونزاهتهم وأنهم على درجة رفيع من الخلق الكريم والاحترام المبادئ ونظافة اليد وبعد هذا كله حق الرد لهم مكفول زيادة بالتليفون بالفاكس أو أن الصديفهم هنا وأعطيهم عشرة أضعاف في الوقت الذي أخذه الأخ نبيل طيب بالوقت أنا أعطيك ثلاثين ثانية أخيرة شان أنت يمضع زين فأني أنا من جيت قلت من واحد قلت بني أمي قلت له أنا ما أمي بالعشائي والإسلام إنكم وما كم عند الله قرب أنا أجيب لك ميش شخصية من بني هاشم كانت رديئة وأجيب لك كذا شخصية من بني أمي جيدة أصلاً إحنا ما عدنا قبائلية وعشائرية يعني إحنا نعلم فإذا نفق في الصوف لا أنساب بينهم يدخل الجنة من أطاعه ولو كان عبداً حبشية ويدخل النار فإذن هذه العشائرية وهاي خلوها عندكم بالحسينيات أنا أؤمن بالمبادئ والقيم للتشيع العلوي هذا فوقنا مع التشيع الصفوي اللي يمشي بهذه مش هدي الأعزاء أعطيكم فوق صنعني تعليقات ونفتح خطوط الهاتف لا ليش ما تعطيني الرد عليه لا عد حنقعد في الحكاية هذه بس لا لأ أنا أنت قلت كلامك وهو قل كلام من عدي وقت الآن لأ أنا أنت قلت كلامك رجاء رجاء يا عدوان هو لا علاقة بالحق أنا عادي رد أنا عادي حق الربي عبد الكلام وكذاب ويعلم الناس كل اللي معاشرين يعني كذاب وقصبت إلى علي كذبا قلت قال في نهج البلاغة ولا ليجت في نهج البلاغة ولن يعدد والآن كذبت على لي عندك قلني أنت قلت يا عدوان أنا لم أقل أنا قلت بدليل عبد الكريم أستاذ في مدرسة بنت الهدى عوفة قبل ما أنا طلعت من الهدى من السجين مات عرفة أنا هذا وحضور مجموعة يا شيخ دان عنوان عنوان الحلقة عنوان الخضايا الشخصية هو مشتبي هو اسمعني يا أيها الإنسان مشتبي هذا شيء آخر والحق أنا أصدقك أنظر لك من خلال هاي أسمعك تبدحي لهاشمي أنظر لك بالدراء وأنا صادق ما مدحني ما لتخاصب معايا ومدحني اسمع 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 أنت تكلمت أكثر مني ظالم شيء آخر لكن أنت طحنت علي تقول يخرج من الحديث أنت متى دخلت بالحديث كل كلام طيب أوكي هذا الكلام سمعناه أوكي أوكي أعطوني فرصة طيب نعطوا فرصة للناس رب الظيوف هنا قال وعطوا فرصة للناس وإذا يريد ونشوف منه الإنسان الكاذب طيب أوكي نسمع الظيوف دلوقت نسمع الظيوف للتعليقات ورب لنشوف يصبرنا لاحظة خلي رب يصبرنا على بعضنا البعض وانا احنا صابرين خلي يقول كذاب احنا عدى الله صادق طيب نظر يا ساعدني 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 طيب احنا نتكلمنا أمام الناس وهمهم كل المصطديفين في بيوتهم خلوا نسمع شوية تعليقات منهم خلوا نسمع شوية تعليقات الناس على حديثنا لاحظة بس ونتحمل وإذا أي واحد فينا تتكلم لا أنا رأيه إذا كان أسئل لا 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 احنا طبيعة البرنامج هنغير ما هنغير البرنامج ما نمتح نحن هذا برنامج نحن نحن نفسي نفس الطريق هاك عارفة خلنا تتكلمش لا تتعليقات كما ترى انا رأى احنا ما هنغير البرنامج احنا ما برنامج شفتش جارك تمون قبل احنا توما زالين شوية يعني يا ليتي قلل شوف ما زالين شوية خليهم طيب هم يسمعوا فينا الليالي كلها خلنا اسمعوا فينا شوية تح بس معدي ما زى توازن منك شوية تح فصة اكتر يلا مني على الخط يلا يلا الاخ علي الفيفي ولا يحيى الفيفي يحيى الفيفي تفضل اخي يحيى علي الفيفي علي الفيفي علي الفيفي تفضل علي الفيفي الله أحمدك علي الفيفي مضبوط تفضل أخي علي إذا لأخي علي الباحث السعودي عندنا صورة لك عندنا صورة موجودة لأخي علي الفيفي تفضل الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحييك أخي الهاشمي وجميع ضيوفك الأكارم والمشاهدين والمستمعين أجمعين ثم أقول لك أخي الهاشمي حقيقة لقد تجليت بكل معنى الكلمة فكان تجليت حلما وسعة صدر وتألقا وإبداعا ففر على بركة الله والله يحفظك ويسددك ويوصدقك ولك مننا المحبة والسناء والدعاء ثم أخي الهاشمي بارك الله فيك اسمح لي أن أشكر الأخ نبيل الحيدري واصفقه الله هذا الشيعي الحقيقي الذي يحب الإمام علي رضي الله عنه ويحب الصحابة رضوان الله عليهم وكأني به يقول ما قاله الشيعي البحرين الفاضل الذي ألف كتاب بعنوان كسبت الصحابة ولم أخفر على البيت كما أشكر الأخ الحيدري لأنه فرق بين التشيع المعتدل والتشيع الصفوي الفارسي الحاقد ليس على الصحابة فقط ولا على أهل السنة فحسب بل الحاقد على العرب عموما سنيهم وشيعيهم وقد ذكر لنا بعض المصادر الشيعية المعتدلة التي ضيعتها بحار الأنوار والفروع الكافي والأنوار النعمانية وغيرها من الكتب الصفوية الفارسية التي ليس فيها إلا ما يسيء إلى آل البيت والصحابة والإسلام والمسلمين عموما فأكرر شكري له وأتمنى التواصل معه واصفقه الله تعالى أخير هاشمي سألت سؤالا صحيحا وسليما ومنطقيا ومن حق بني هاشم ومن حق حب الإمام علي رضي الله عنه ومن حق المسلمين جميعا أن يسألوا هذا السؤال وهو هل قال الإمام علي رضي الله عنه وارضاه برجة الصحابة إلا ثلاثة نفر كما يقول الكلين في فروع الكافي ولذلك سأجيبك من أقوال الإمام علي رضي الله عنه لأنني أقول بملء في الإمام علي رضي الله عنه وارضاه والله لن يقل هذا الكلام ولكنني سأبدأ بما قاله الدكتور موسى الموسوي موسى الموسوي وهو من الشيعة العقلاء الموسفين الذين دعوا إلى تصريح الفكر الشيعي مما علق به من الخرافات والأساطير يقول إن المتتبع الموسف للروايات التي جاء بها رواة الشيعة في الكتب التي ألفوها بين القرن الرابع والخامس الهجري يصل إلى نتيجة محزنة جدا وهي أن الجهد الذي بذله بعض رواة الشيعة في الإساءة إلى الإسلام له جهد يعادل السماوات والأرض في قلح ويخيل إليه هذا كلام الدكتور الموسوي ويخيل إليه أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم فرصيخ عقائد الشيعة في القلوب بل قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام وكل ما يستصل بالإسلام ويقول أو يستمر في الكلام فيقول وعندما نمعن النظر في الروايات التي رووها عن أئمة الشيعة وفي الأبحاث التي نشروها في الخلافة وفي تجريحهم لكل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسهم لأصر الرسالة والمجتمع الإسلامي الذي كان يعيش في ظل النبوة لكي يثبت أحقية علي وأهل بيته بالخلافة ويثبت علو شأنهم وعظيم مقامهم نرى أن هؤلاء الرواه سامحهم الله أساؤل الإمام علي وأهل بيته بصورة هي أشد وألكى مما قالوه ورووه في الخلافة والصحابة أخي علي سأعطيك دقيقتين أخرين بسبب ضغط الوقت لأن هناك كثير من الالتصال إلا 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 أخي طيب وهكذا يقول وهكذا فشويه كل شيء يتصل بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبعصره مبتبئا بأهل بيته ومتعين بالصحابة إذن أنتقل يا جسور واصفقك الله من هذا إلى 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 كلام الإمام علي رضي الله عنه في الصحابة لأنه أنا عندي كلام طويل جدا لكن أخفر الإمام علي رضي الله عنه يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذاني سيداكه لأهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين المصدر مثل الإمام أحمد الموسوعة الحديثية رقم ستمائة وثنين والحديث الصحيح وعن سويد بن غفلة وهو من أصحاب علي رضي الله عنه قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك آنفا يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له من هذه الأمة أهل فلولا أنك تضمر على مثل ما أعلنوا عليه ما تجرأوا على ذلك فقال علي ما أضمر لهما إلا الذي أتمنى المضي عليه لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل ثم نهض دامع العين يبكي قابضا على يدي أي سويد بن غفلة حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس ثم قام فخطب خطبة موجزة بليغة ثم قال ما بال قوم يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين أنا مما قالوا بليء وعلى ما قالوا معاقب ألا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر الردي صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمران وينهيان وما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان رسول الله يرى بمثل رأيهما ولا يحبك حبهما أحدا قذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راب ومضيا والمؤمنون عنهما رابون أمر رسول الله أبا بكر لصلاة المؤمنين فصلى بهما تسعة أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الله نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده ولاه المؤمنون أمرهم وقضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان ثم أعطوه البيعة طائعين غير كارهين أنا أول من سن ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره أي أبو بكر كاره الخلاثة يود أن أحدنا كفاه ذلك وكان والله خير من بقي أرحمه رحمة وأرأفه رأفة وأثبته ورعا وأقدمه سنا وإسلاما فصار فينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك ثم ولي عمر الأمر من بعده فمنهم من رضي ومنهم من كره فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع آثارهما كاتباء الفصيل أمة وكان والله رفيقا رحيما وللمظلومين عونا راحما وناصرا لا يخاف في الله نوم تلائم ضرب الله بالحق على لسانه هذا علينا مقصد حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه أعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما ألقى الله تعالى في قلوب المنافقين منه الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة إلى أن قال فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا الله المضي على سبيلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهما ما مصدرهما ما مصدرهما فقد أبغضني وأنا منه بريء ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما ها أنت كتبت يا شيخ ما مصدره على هذا أشد العقوبة ولكن لا ينبغي أن أعقب حتى قبل التقدم ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليهما على المفتري ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت وسميت الثالث وأستغفر الله لي ولكم المصدر النهي عن سبب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب الصفحة 43 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للنالكاي رقب الحديث أربعة آلاف واربعمائة وستة وخمسين وأيضا صيرة الإمام علي أمير المؤمنة علي رضي الله عنه الدكتور علي محمد الصلابي السفحة مئة وسبعة وستين مئة وثمانية وستين طيب ما زال إليه شكرا شيخ عالفنا ناعي بس الوقت ضيق شكرا أنت ذكرتنا قال فيه في البخاري حديث عن محمد بن بكر أظن يروي عن سيدنا أو ابن الحنفي واحد منهم بعد رسول الله قال أبو بكر قال عمر قال ثم خشيتوا الناس بعد الثلاث حتى لا يشتبه حتى لا يقدم عثمان فخلصهم وصي رسول لا حكري فهذا في البخاري لا لا أوقف أوقف هاي وياك خلصهم وصي بعد لا يحكي على الخير لا خلص إيه وبعد أخير الناس أعسل الناس أبو بكر وبعدين عمر بس لم يخلص شلش برغن قاني قل قوم ونفلح لا 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 حكي البخاري ما استدل به جلال هنا لأن هذه تعني أنها تعيين في الحكم ما استدل به شما الخرافات يا أخي بسم من حروب ودماء وقتل ما حصل علي ومكر ما تحرم كم بسم님� علي ومكرا ما تحرم مع بعض بعد شو هذا جاوبه سيدة أخوتي هذا وهم يا أخوتي شنو هالثلا بالخيال خيال خيال شنو خيال خيال علي ومكرا خيال عجيب علي قال حاربت مع أبي بكر خيال أكي سورة في الخيال عندكم أخي أجعل الواقع المأساوي أوكي زي ما قلت جلال في السر قالك تعلمت بعليا سبابا كل سرحا أيوه عرفت عليا سبابا وعرفنهما الدحل طيب أوكي منه قتل طيب أوكي ما قلت العليا قتلوا واحدنا أصار صحيح قتلوا واحد ومن قاتل ومن قاتل أهل القوفة لما قتلوا علي ومن قتل أهل القوفة قدموا إليه وقالوا له هلما إلينا لنمائعك لما قدلوا مأزادي من الحاكم فيه زمان لان هذه مشكلة أهل القوفة طيب بعد شوي ناخد التليفون الثاني مع أنا مكالمة أخرى خلي أرد الأخ خلت بصري لا 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 عدش عدش باعش سبحان الله دلوقتي الناس لا ما عندي مانع خلي يسمعوا فينا في كل ليالي خلي أرد الأخي خلي أرد بس الأخ محسن على واحد محسن محسن القلاف من السعودية تفضل سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير وأنا أخي أهلا وسهلا بي دكتور الله يبارك فيك بس مثل ما احنا استمعنا لكم يعني تقريبا تسعة عشر حلقة أتمنى يعني من أخوات ضيوف أن يعني يستمعون كذلك إحنا للجمهور يعني إحنا الجمهور نعبر عن آآ رأينا بدون مقاطعة الله يبارك فيك يا دكتور يلا تفضل أخو يتفضل إن شاء الله المهم في الموضوع ما نقاطع يلا يعني تعطيني مثل ما عطيت الأخي قبل شوية يلا في الموضوع ما نقاطع أتفضل ويا حنسمعكم يلا دكتور أول شيء عندي سؤال يطرح دائما عندنا في أوساطنا الشيعية لماذا عند السؤال مفكرين وعلماءنا ومحورتهم ومناظرتهم فإنهم يتهربون من الأسئلة ويراوقون وعندما يطالبون بالدليل يأتون بنص لا يمت بالموضوع بصلة من قريب أو بعيد بل إنه في وادي والإجابة في وادي وبالنقيض تماما عند أخواننا أهل السنة فإنهم يعطونك الدليل في ثوان معدودة وتأمنا من مشايخنا وعلماءنا احترام عقولنا نحن الشيخ كذلك عندي سؤال إلى من يعزهم قلبي مثل الدكتور سعد والدكتور ثامر ما احترامي الكبير واعتزازي لهم لكن هذه رسالة من القلب للقلب لماذا نحن الشيعة في حسينياتنا وجميع مناسباتنا الدينية والإجتماعية نرب نرب دكتور أرجو صدر نرب ونعلم الكراهية والبقضاء والحقد ويقرص فينا السب واللعن والكذب وخداع الآخرين وتذهب أوقاتنا هدرا ونسكب العبرات والدموع على أحداث تاريخية مضى عليها مئات السنين تبين لاحقا وبعد فحص الأسانيد وتمحيص الأدلة إنها مجسوسة ومكنوبة على آل بيت الرسول عليه وعلى آل أفضل الصلاة والسلام لا تمت إلى أخلاقهم بصلة فوالله العظيم لقد سئمنا وتعبنا وشبعنا وأصابنا القثيان من لعن وسب وتكفير الصحابة وعائشة أم المؤمنين حتى إن قلوبنا قست وأصبحت سوداء لا مكان للحب فيها إلى متى إلى متى نحن عامة الشيعة وتجارنا ونكد ونكسب لغمة عيشنا ثم ندفعها إلى مراجعنا ليأكلوا أول نصب الباطل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دكتور أنا أرى أنا أرى أن قول الله سبحانه وتعالى ينطبق علينا نحن الشيعة وهي الآية الكريمة إنا وجدنا آباؤنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وأرى يا دكتور لهاشمي أن هذه الآية تنطبق عليك أنت وعلى الدكتور جلال وعلى الدكتور نبيل وعلى العلامة على الأمين وعلى قناتك المباركة قوله تعالى أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليها آباؤكم دكتور كلمة للدكتور ابتجاني فكثير ما اتهم هذه القناة واتهمك بالخبص وأنا أسأل بالله وبحق محبة آل البيت هل الدفاع عن آل البيت وعن تراثهم وتشكيتهم وترفيعهم عن ما لا يليق بهم هو الخبص اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون وأخيرا دكتور أخترح منح جائفة نوبل للسلام والحب للدكتور الهاشمي في دورة المتميز في التوحيد المسلمين والدخل بين قلوبهم وعلى سعة صدور صدر وكرم دكتور أخر كلمة الله يخليك فضل أعلنها من اليوم بفضل الله وبفضل هذه الحوارات الصريحة على هذه القناة المباركة والجهود المخلصة فأني أتبرى من هذه اللحظة من سب ولعن وتكفير كل الصعابة وخاصة للخلفاء الراشديين أبو بكر وعمر وعثمان وتبرى من تشيع الصفوي وأعود وأرجع إلى تشيع العلوي وأعلن حبي لكل المسلمين وكل الصحابة ودكتور أتمنى من الدكتور نبيل أن يتقل الله فينا نحن الشيعة أتمنى أخلط منه ألا يكتفي بمقوثة في أوروبا فنحن في ذمته وفي رقبتها قوة والدكتور العلامي نعم أنا مدعو بالإحسان والقطيف والمدينة وأكبر العلماء نعم لا أنساكم دكتور نعم دكتور دكتور أنا الآن عندك وإحنا دكتور نتبع لمرجعيتنا السيد علي السيستاني حفظه الله دكتور إذا عندك سؤال ولا استفسار أنا جوبك فيه ثواني قبل ما يعني يذهب الخاصة إلى غير بدون تقية أي سؤال أي استفسار عندك من باب وشهده شهده من أهله أي استفسار عندك بدون تقية أنا الآن يعني أرد عليك وجوبك فيه ثواني معدودة يعني إذا عندك استفسار ولا تريد تسأني عن موضوع الحلقة ولا النص مع العلم يا دكتور يعني والله أنا يعني عمري أربعين سنة في حيرة من أمري يعني من يوم ما عرفت أقرأ القرآن وأنا يعني أقرأ القرآن وأرى مذهبي في وادي وتراتي في وادي وكلام الله في وادي والله عندما درست التكتير الحقيقي وجدنا وجدنا أنه والله لا فرق بين أخي الأخ الفاضل لو سمحت لي هل يمكن أسألك سؤال من هو دكتور جلوك تفضل نعم هل يمكن أن تعرفنا بشخصيتك وبشخصكم الكريم من أنتم وماذا درستم وما إهتماماتكم وأين تقيمون ومن أين تتصلون دكتور أنا اسمي محسن القلاف من عائلة شيعية ومن عائلتنا معروفة عائلة تجار من تجار الذهب القلاف معروفين من الشيع المعروفين ونحن من تجار الذهب يا دكتور ومعروفين صحيح ونحن يعني عندنا قارب وأهل في جميع الخليج وأنا من منطقة لحسا وأنا وأنا إنسان ما أقولك طالب علم لكن أهلي وأخوالي يعني من أهل علم ودرسوا في الحوزات لكني أنا أعتبر نفسي مثقف فقط مثقف عامي من عامة الشيعية يعني مش متمكن في طلب العلي دكتور شكرا أخي محسن شكرا لك الأخوة بسرين بارك الله فيك ونتمنى لنا ولك التوفيق والسداد شكرا أخي محسن على التصال بارك الله لك على كلامك طيب وإنشان الله ربنا يلهمنا جميع إن شاء الله يهدينا جميعنا الحق إن شاء الله حتى نعرفه ونعمل به إن شاء الله شكرا الأخ منتظر الحيدري من مشهد في إيران تفضل ربعا أنا أطلب الأخ منتظر لأن يكون النقاش في كما تحدث الأخوان السابقان في الأفكار وليس في الأمور الشخصية يعني كما تكلم الأخ الفيفي أو تكلم الأخ محسن معنا الأخ محسن قال كلام كبير ومع ذلك احترم الأدب كله وكان في صميم الموضوع لأن عندنا شوائط تتذيحها أنه هي تتكلم في الهاية ولا تتعوض للشخصيات فأتفضل يا أخي منتظر منتظر الحيدري تفضل منتظر الحيدري منتظر الحيدري منتظر الحيدري اسمه على الشاشة منتظر الحيدري يتفضل منتظر الحيدري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين السلام عليكم أعزتي الحضور جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأخص بالذكر الدكتور محمد الهاشمي بما تفضل به علي من إتاحة هذه الفرصة أشكرك يا دكتور والحقيقة كل من بلغه أني سأشارك اتصلوا قالوا لا لا يعطوك المجال الدكتور الهاشمي لا يعطيك مجال غير ذلك قلت لأ أنا أخدت الوعدة والميثاق من الدكتور على أن يعطيني الفرصة للتحدث الدكتور في بادئ الأمر حتى لا أكون خارج عن الموضوع في مشاركتي فقط إشارة مهمة لموضوع الأخ المدعو نبيل الحيدري بالنسبة للنبيل الحيدري الأسرة الأسرة أنا أؤكد لك حنا تحديدني أنه لا علاقة لهم أنت أنا محترم لأن يستعمل لك هكذا الفار يعني أنا لو كنت مكرنك ما أسمح لحقك خلينا واني أحترم أنت تقول أنا أحترم الضيوف مظلوط أنا أحترم تمام لو متمام يعني أنت تدافع عني حتى أنا سأدفع الذي يسيئ إلى أدب الذي يسيئ إلى أدب لا تسمح لها أنا سأدفع لأنه القناة عندما تكون محتومة تحتوي مظلوطها ومن هنا من يتجاوز عليها ويسيئ إلى أدب المدعو يعني شنو المدعو السيد نبيل الحيدري أنا يدعوك بإسم نبيل الحيدري أنا مدعو نبيل أم لا ما، الحظة بس لحظة كلمة المدعو هذي هم يدعو نبيل أم لا ها ها لا، يا منتظر présent أستاذ دكتور يا منتظر لحظة إلى شخص آخر وigence لا 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 أنا لو كنت مكانك أنا يعني انا اشترك في القنوات يعني الذي يستعمل نفض واسل يقول لا وينهي يعني لم يدخل موضوعيا منذ البداية يقول المدعو يعني شخصا نكويت شخصا غير جيد شخص كذا يعني لاحظ اليوم الحلقة كلها نبيل الحيدوي تهجم علي وقاطع النواة الميال التهمني وكذب علي هذا يقول المدعو يعني انا انا اذا كنت محمد هاشمي اول ايام ثلاث عندما جئت صارت خلية خلية السيستاني كانوا ماذا يقولون لك يقول لك من العراق ثم ماذا يقول يقول كان السيد نبيل الحيدوي يحاضر في مؤسسة القوي انا عدي ثلاثين محاضر في ارسال زي العذاة تبقى ثم يأتي واحداني وانتفتت احاضر في مدعو الحكمة لا كان الحجوم واضح الان تخولت المستقلة الى نبيل الحيدوي ليس هذا الموضوع مثل الثلاث ايام الاولى بذلك نحن حتى نكون موضوعين بدأون لا 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 تشرح لأحد حقيقة يعني احنا انسان اذا اساع الادد حول الى شخص آخر لا 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 الاشخاص غير المؤدبين لا يحترفون عندهم اذا اساع النار لا 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 يحول الى شخص آخر لا 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 يحول الى شخص آخر يعني تريد ان اخرج اتضم انا التزنت معاك حقيقة يعني احنا نقتزنيا بشيء عن الإحترام. أنت تضع أصلاً شهود كلها تقولها. لماذا تتضع؟ لا لا إذن إذن نسمح بانتهاء. يغيرها 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 يغيرها. لا 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 حولي لا شخص أخرى. لا عندما يسيء الأدب. لا 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 حولي. لا لا حولي. لو لو واحد قال عليك المدعو أقول له لا. لا يا نبي لا أخبر. هو أحول لا حقيقة. يعني تؤيدني. لا لا حولي إذا كنت لا تؤيدني. لا حقيقة. ضعراً. لا لا يا نبي لاحظة بس. لا 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 إذا تصبح إنه يوهان. يا نبي هنا. كما أهينت في ثلاثة أيام. كم واحد اتصل وأهانني. يا أخي لسه ما قبل كلمة واحدة قال المدعو. قال إذا سبعنا أختي. لا حولي لا شخص. إذا تويد أن تحافظ عليك حولي لا شخص. لا لا لأنه أهانني. عندما يهيننا أحولي لا شخص. تعني. لا 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 لا. والله مش صالحك. والله لا حولي لا. لا حولي لا شخص. ما إذا أردتني أن أبقى حقيقة لا لاحظ الذي يهينني يعني أهانك وأهانك لاحظ عندما جئت في ثلاثة أيام هنا ما رح حصل كل الهجوم تحول إلى نبيل العيون يتصولون يقول أنا من العراق وهم يفلبون يقول أنت تحاضر في مؤسس دخول أنا حاضر يقول تحاضر في مؤسس دستاني أنا حاضر قوي إذا كنت في العراق كيف تعرف أن أحاضر هنا لا وكان يستعملون ألفاق بيئة لاحظ يقول المدعو حول إلى أشخاص أنت تقول كتافة حيسحب مدعو حيسحب مدعو حيسحب لا اعتذر لا اعتذر حيسحب لا لا يا اعتذر أنت مدعو يقول السيد قول السيد نبيل حيدر خل نسمع ماذا تقول برضو يتاقول تفضل أخي قول السيد نبيل حيدر يا دكتور محمد الهاشمي والله هذه ليست الكبرى لكنه أنا أقول بين معقوفتين الرجل يخاف من مشاركة أي شخص حيدري تطبي الله وهذه أخصمها حتى أتحسس لا أعرفه والله العظيم وانت سألتني انت شخصا انت قلت سألتني يوم أمس شخصا يقول قرائب من الهم قلت لك أنا ما عندي عشائوية قرائب من الاخير كلهم متساوين الناس وانا يحشيت ضد العشائوية هو يتصل يعني هذا الوقت بدكتور تجنك لعلي عميل بن علي وعميل الأمريكان وعميل السعوديين وكلها سمعت خذ مني شوية درسة بسيط انني عليه الصلاة والسلام قالوا عليه ساحل وكاذب ومجنون وقعدت في القرآن مكتوبة انت من هداو احسنت احسنت يا دكتور محمد احسنت يا دكتور محمد جزاك الله خير اسمح لي حتى أبين الواقع أنا من ذرية السيد مهدي وأتصل مع الدكتور الأخ نبي حتى لا أقول ما بي لا يضعل أتصل معه من حيث أم أبي من حيث أم أبي بالسيد راوي هذا لا يهمني بالسيد راوي ايه بيصير احسنت انا عندي انت وجلال والجميع متساوين فهدناك ماكم خيالي هاني هل تسيبوا هال هاني ضد الاشياء هاني بره دمك بس بره دمك بالتونس يعني ممتاز لا تعرفني لا تعرفني جدتي جدتي عموتك جدتي عموتك ها لا تهم لا تعرف جدتي جدتي خلنا ساعة ان احرامكم عند الله ساعة خلنا في الاسلوب اللي عايزي لو هم وعايشين بمشهد القرآن يخالف يا نبي هذا التشيع الصباح اللي عايزي يا نبي مهدي لا يا نبي لا 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 الوقافة الانجليز. يا جماعة. وجعل حول. لاحظ. حول الى شخص اخر اذا. طيب لاحظ. ينخلي يقول ماذا يتفضل ذلك. طيب هذا ضعف منه. الناس حيقولوني ضعف هذي. لا ضعف ولا مضعف. لا انت انت مدير القناة. انت مدير القناة. صدقني. لاحظ. والله سب ما نفع تجاني. والله لو كان السب ينفع شخصا لا نفع دكتور تجاني في الحلقة الماضية. يعني سبني كما جاء. وزب الصحابة كما جاء. يعني انت الناس كلهم. يعني هذا يجي يتصب التليفون. ماذا. يقول لك يقول لك انا قرائبة من بي بيت جدة. خاني شنو قيمتها. خاني شنو قيمتها. انا انا لو كنت ما كانك مدير القناة. اقول له لو بي بيت وجدت انا عندي الناس ته سواسية. انت اتصل حالك حال الاخرين. ولا تفضل. ليش? لان لاحظ. انا اقول للمنتظر. الامام علي ماذا يقول? لاحظ لاحظ. الامام علي يقول لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قيل. يعني لا تباوع الى اشخاص والنسب. ها الا انظر خفصوه. لماذا? لماذا? فانت نافش الزكرة. سيد نبيل سيد نبيل حكاية مزعجة كده. سيد نبيل بتحمل شوي بس. خلي يقول. انت تتكلم باسم الاسرة. انت منذ ايام تتكلم باسم الاسرة اسمح لي ان اتكلم الان. ما يطرر سبا يا خلص اتكلم. فضل. اسمح لي يا دكتور العاشمي. فضل. رجاء. فضل. رجاء انه تسمح لي. فضل. انا فقط اردت ان او بي لانه قال لا اعرفه. بدون ان يقاطع الجانب. طيب اوكي. نبتهم نخلص ما. اعمر رضايل. ايش ان هو رضايل يعني. لانه لو قطعناها الان حتكون في مؤامرة حتكون في مشكلة. حيقال انه نبيل الحيدري خاف من اي كلمة. والله حتبعد. لا احب انا انا اترفع بالقناة ان تتحول الى عشائرية. لا لا لا. انت تتحاور الناس ملايين يسمعون. يا يا نبي. يا نبي. يا نبي. يا نبي. يا نبي. يا نبي. وعن. صلي على محمد. علي. وعلى الله. دكتور محمد الهاشمي. لو سمعت يا حبيبي. ايه يا منتظر ايه. الله يعطيك العافية. فقط اتمح لي مناخل. انا والله فقط اردت ان ابين انه انا عندك معروف. تعرفني. سواء كان شخصيا ما تعرفي انا موضوعاتك. بالنسبة انا انا اشهد على يد الاخ العريفي دكتور سعد بانه وصفه بالكذاب. لانه يقول عشرين بحث خارج انا حاضر الله. لا 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 انت لا تسمح بان انت حطيت قوانين قوانين في هذا القناة. انت تتحول دليل. انت تتحول شخصيا ما يقول كذاب. خشو دليل. لا 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 تسمح. قل له انت قلت له لا تستعمل هذه الالفاظ والان بدأ يستعملوها. طيب انت ليش؟ لما اقول ثامر. لما اقول ثامر كذاب. بس انت اللي امس قلت له كذاب. امس. لا يوجد في ناج البلاغة وكذب. وهو قال لك لبعض كذب. انت قلته. لا لا لا. لما يوجد ناج البلاغة. لا لا. انت كذب. انت كذب. انت كذب. انت كذب خلطان. وكف صوتهم. ولا حيتهم. يا مرحب بسيء مسلم. لا يبني. لا يبني جميلة جميلة. بسيء. لو قناة محتوى تحمل الضيوف. حقيقة. ومن يستعمل لفظ. حيث هات اشياء خاصة. جايل انه ليس بيها تجوية. ليس بيها كذا. هالي الضواف. ليس بمحق لها حد يتلافظ. خلط سعي يقول لك المدعو. ويقول لك الكذاب. واشهد على فلان. بينك. خلية. هذا. لاحب الان شغل نك اليوم. شغل نك هو. سعد. قل لك يقول الميالي. يعني هم انت فقوية الميالي. وكلها كذب. لا رجل. هي تصل بي البعض. ايه انتم خلي. خليجوا واحد ميالي. مجيش عندي. والتيجاني. والميالي. و لا. انتم كلها خليج. هاي خليجوا السيستاني. لا يا سيستاني. انا لاحب. انا اذكرة. انا كم اعونة. لاحب. اذكرة. عالمة. لما ذكرت السيستاني بذكرت انه الخمس. واذكرت صهرته. ايش كام يسوي التجاني؟ ثلاث. خمسة وثلاثين مرة يقول غير صحيح غير صحيح. كل الوقت. تشويش. ها. وبعد المضا. يا نبي. يا نبي. يا نبي. هاي خلية السيستاني. يجبني. هذا. وهذا. ولت. لا دخل هذا. يا نبي. خلينا نجينا نحب. لا تحول لهذا. لا تحولت المسألة. لا شدكية البحث. غير العلوان. انت مو جا LAR. هيا هذا العلوان. هذا يتكلم ضدي وهذا يتكلم ضدي في مستبقى عناية في خلية في مشكلة يتكلم ضدي هذا وثام كل النار ما تكلم الرجل خلي الرجل يتكلم خلي سب سب صحابة سب خلي يتكلم نسمع منه ما ضغم ما ضغم بعدين بعدما ينتهي كلامه ترك علي تحسن لا حسن بس أخبر بس أخبر الشوق اللي أول شي قلت أنه ممنوع لا 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 أكو ضوابط علمية لأن أنت متتزبية أنت ما مؤدب مثل أنت طفل حقيقة لاحظ أنت أكوة شعور التي تضحى قبل البرنامج لا لا يصبوا يا شب هذا هذا الشيء قاعد من مشهد أنا أذنك من المشهد أكبر خليه لخامناي والله العظيم خليه يوه مداخلتي يا رجل تخاذ لا تعطيني المجال لأنك أخاذ خليسمع نسمع من الرجل أنحوار الديمقراطي يقتضي أن يسمع بعضنا بعضا الأخ نبيل الحيدري أنا للي أقول لا بد أن يسمعي حتى يتكلم الأخ المنتظر أحسن الأخ المنتظر تفضل من الله عليك وتحدث مباشرة نرجو أحسن يا دكتور قبل ما يدخل قبل ما يدخل لا 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 شعور حتى يلتزم به أنت قلت له قبل ما يدخل قلت لك في الموضوع والتعد عن الشخصيات لو هو اليوم لو هو دلوقتي يقل لي أنت محنتش من كذب أنا حسجل عندي وأقول له بعض من خلص ما كذبتش النص ها هو موجود سلم عليك لا أخذ أول ما يبدي وإياك يقول لك المدعو وتنبه وبعدين يقول لك الكذب يعني أنت هذا مستوى أنت تدعى أنت تدعى لا لاحظ لا تستمر ما راح يجيبك لا أنا موشوت أجي أنا لما انسحبت اتصل بي واتصل التوفيق وثلاث مرات اتصل المرجع والله والله اتصل بي هذا التوفيق موجود ثاني واتصلوا بالقناة عن المرجع لاحظ أنا طريقتي لاحظ لا لا تكون موضوعيين لاحظ أكثر أقرى شهر أقرى شهر حتى يتأدب من يتهم بالكذب لاحظ أكو قوانين بالقناة قوانين قوانين منتزم بيها لاحظ لاحظ لو يتزم يتعدد لاحظ الرجال لا اتو لي عن التفق قصة ياسر قال قبت له مساعد وقبل شوية قتل الميال هو الآن مضحق داري أشكري لاحظ لاحظ والله لاعظ ما من هذا لاحظ لاحظ والله لاعظ والله والآن اتهمتني قتلي أنت قتل والله يضعف والله يضعف من موقع نحن مشارك والله يسمع لاحظ انت أقرى بس أقرى الشروط إذا إذا أثبت أنك كذبت في نصف النصوص دوني مشكلة وإذا كذب عليك أو افترع عليك حترد عليك أيها خلي نصف عادية ته أحسنت أحسنت يا دكتور محمد أحسنت يا دكتور محمد هذا أسميه هذا أسميه عدد تفضل دكتور محمد حبيبي أنت نعم أنا فقط أردت أن أبين أن رجل يقول أنا حاضر عشرين خارج ما حاضر ما حاضر هذا العدد لا هذه نقطة سجلة سجل يا إخي لا ترد رأيش إخنا نريد نتعرف على شاصيتك أنا ما نعرف خلني نشوف شنو القصة إنت الدعاء إنت حاضر إسمعني 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 سيد ملتظر ما عرف شو اسمك أنت إسمعني يا إخي نعم هذا رجل اتدعى أنه هو نعم لا أنا لأ هل أنه يديون ندور ما أنت يمنح حقير لأ عارضها بهذا الشخص ما اعرفه والله ايو انت خليت وانا من التصلي سمع بطلي اسمع 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 شنو اسمع انت اسمع 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 انت تتأدد شوف هذا غال مجدود انت مجدد بصلت بي قلت هذا مجدد منه هذا اخوة قلت لي هذا قلت لك الوفيعي معروف شنو تأريخهم شنو معروف وعالة العوازياء معروفة يعني شنو اعود للمسؤول وعالة شنو لا 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 جبت التسليج عليهم وقال امور اخرى واشي اتهمي وخالفة ايام الاولى بالضبط انت لاحظ راجع الحلقة يوم ثلاثة كل التليفون بس نبيل الحيدل بس نبيل الحيدل بابا ايه يا اخوة والله العظيم اخوة الموضوع بس نبيل الحيدل اخوة يا نبي لا لا شي لما العفوة بس نبيل الحيدل انا مدعو الآن انا مدعو نبيل لا 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 سألك كل هذا رجل هذا مدعو بابا انت اساعت لامة اساعت لحضارة انت اساعت للمسلمين كلهم يكفروا الخلفاء المشاهد المشاهد ماذا تحددت عن المسلمين اعتبوتهم كلهم كفاء ومرتدين انا اعتبوتهم كلهم مسلمين ومؤمنين لا انت انت تخير اتفرل سي يا اخي المنتظر لاحظ انت ديت قرايا شخصية من سي كلها ديحتي خضايا يا اخي اسمعني انت قلت كلام مثير للنقاش من النقاش لا ما مشكلة لو واحد قال لانت جاني يا كتبه كلها انت قلت تجاني كل كتبه مدلسة مثلا وادلت مكذوبة انت موجود انت موجود ها انت موجود يا اخي اتكلم يا المنتظر فضل بس اعتذر ليس شخصية بالله عليك بهدوء بهدوء واسلوب في غاية اه وفي غاية اه ان يثبت انه حضر عشرين بحث خارجنا هذا واحد بلاي لحظة اخي منتظر يا اخي منتظر لحظة بلاي لحظة لحظة بلاي الله يخليك الله يخليك الحموالدي دكتور محمد انت حبيب للاسف اسمعني للاسف بسبب المعركة اللي جرت هسد الوقت اللي حصلت تجاوزنا الوقت المخصص في البرنامج واذا تستمرت حيلخبط علي كل جدول برامج التالية لازم اعود عليك لحظة بس فانا اعد كمام المشاهدين ان ابدأ معاك الحلقة غدا لانه وقت البرنامج اه تجاوزته وحياثر على كل البرامج التانية اللي عندي والبث الموجود فانا اسمح لي باذن الله تعالى غدا للاسف انا ما كنت متوقع انه يحصل كل هال الضجة هذه غدا ان شاء الله نبدأ معاك وبالهدوء وتستقول كل كل كلامك والاخ نبيل يسجل ويرد يعني احنا تحوالنا من خلية السيستاني مشاهديه الاعزائي انتها البرنامج شكرا جزيولد من عبدالكريم الحيداني الى رغيتك خلية خامنائي لا خلية خامنائي لا خلية نبيل حق فالرد لا حمد حق فالرد هو Sindicato معاك 번 الخصوص خلية اشتركوا في القناة